كنت بحضة رقيوه انا امم سلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله دكتور شباب ان شاء الله طيبين الله يديك العافية ما شاء الله ربنا عفزكم جماعة الله يسلمك يا دكتور اها شوف التبلة الجميلة ازيك كيف تمام ما شاء الله طبارك الله اوه ده يوسف اريدك يوسف ده يا يوسف سلام عليكم تهلم يوسف والله ما شاء الله يوسف شخصيا في اللايف الليلة ان شاء الله ربنا تبقى عد جنبي يوسف تبقى طوال سيرتيفايد pmp سيرتيفايد سلام عليكم σلام عليكم سلام عليكم دكتور يا ميز من دلها سلامك الله يسلي معك واخبارك ماجعة والله لسه هناك لسه والله في خمسة سيط لسه يا دول دكتور أنا والله شباب كلهم يا هلو مرحبين الله يتلك الصحب والعافية الله يكرمك يا رب خلاص يا ما شوانديس حقدر خلاصة أنا حبقيك الهوست ونحن تغريبا لاي فسي تمام فبس خليني بقيني كوهوست عشان عندي اسلام در عملها شير يعني عف شير هنزاك لو الكهرباء قطعة اللي حالا قدر الله آه اوكي ها برضو خلي نتخشي اوكي تمام وعليكم السلام ورحمة الله يا ربك الله كيف حالت هذا كويسي؟ اوه ماشمالدي السور نس اوه ماشمالدي ما شاء الله الناس يسمع الناس الناجحين جو اول حيام معيز وعباس وسور طيب حبيبنا الكورياسين يا ريت لو قمت عملت ايدت للفيديو في المبادرة عشان الناس تعرف الموضوع شنو طيب لو عملت ايدي تخطيت نفس طيس تمام طيب معناه طيب معناه لا ممكن تعمل لو ايدي انت ما فاتح السوق بتاع ايوه غريب انا عملت العنوان لكن طف شميع المعارف ايوه ما ظاهر اناسي بس في فيديو لكن ما مارد كونتكس ينو الله الواحد سعيد بكم جدا ابناء وابنات بلدي الحبيبة سودان يا الله سعيدين بك بردو الله يكرمكم يا ان شاء الله دايما في العلالي متووقين وناتشين يا دكتورانور انت بعد ده ممكن تبدأ بادئما سيشن والله دي كراسين يطبع الموضوع ده من قاس و الراسة موضوع اكيدة الله يجزيك كله خير لا لا حبيبنا يا اخي انت الساس والراس زينا فضل طوالب الله يجزيكك بصحة والعافية خلو يكرمك يا اخي ومالله ومالله متوال ثم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الامتحان يعني يحضرهم لانه يمتحنه امتحان البروجيك مانجمينت ودي سرتيفكات كبيرة جدا الامتحان دا يعني انا في الدوحة في قطر هنا لو محتاج انك تأخذ لك دورس كورسة اهيلي اقل لحق تفعلك 5000 ريال عشان تتحضر ذلك يعني 2000 دولار 3000 دولار في حتات مختلفة لانه الكورس مدة شهر وكورس تقييل ومحتاج خبرة وإلى آخرين فبدأ المبادرة بتاعت التدريب الشباب دي وعمل كورس والكورس انتهى وامتحنوا ناس ونجحوا وعمل كورس تاني وماشاء الله شباب برضو اتهدوا ونجحوا واسعة نحن بنحتفي بالنجاحات بتاعتهم وفي نفس الوقت دعين نشوف الدروس المستفادة من التجربة دي بتاعت التدريب وكذلك من الامتحان وشنو الحاجات اللي ممكن الناس تشييرة مع الناس الجائين اللي امتحنوا زيادة اخوان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في السودان في إدارة المشاريع يعني سواء من إدارة الحكومة لحد إدارة أقل مشروع ممكن الناس يعني تكون محتاجة له فبوجود ناس محترفين ومؤهلين وعندهم الشهادة بنقدر نطمئن أنه مستقبل بلدنا هيكون أفضل يعني أي واحد من الشباب اللي عنده السرتيفكات بتاعت البي ام بي سواء هو على المستوى الشخصي بتاعه والله هيكون الوضع بتاعه أفضل وكده لكن لو مسك أي مشروع في السودان لو تطوع لإدارة أي مشروع لو يشتغل في أي مشروع بيساعد الناس فهذه فرصة كبيرة بالنسبة لنا نحن جميعا أنه نستفيد من قدرات بعض ونشارك المعرفة ودي واحدة من الأهداف الأساسية بتاعتنا في مجموعة الباحثين السودانيين بناء القدرات وزيادة تنافسية والشير بتاع العلم والبحث العلمي وإلى آخره فنشكر جزيلا الحبيب قائد الربان أكتوري أسين على إنه والله بدأ المبادرة دي ونحن بنقول دائما في مجموعة الباحثين السودانيين الشعار بتاع الثوار الكارمي ذا الاعتصام عندك شيل عند خط ما عندك شيل فأسهو بخط اللي يدي العافية وفي شباب شاله وكمان الشباب ديل حييجي يخطه وفي ناس تانين حيشيله وكيدا لأن المجتمع بتاعنا بيقدار يمشي لك إداما لأنه بهمنا جدا إنه كلنا نفشي إلى الأمام مع بعض يكون في أب وورد سوشيال موبيليتي عشان بلدنا تمشي إلى الأمام ياسيني أخي أديك القيادة وأنا والله يسعيد بك وفخور بك ربنا يجزيك خير وجعلك ميزان حسناتك تفضل دكتور والله يديك العافية دكتور أنور والسلام عليكم يا شباب مساء الخير للجميع ناس اللي معنا في الزوم والبيتابعونا في صفحة الفيس بوك أنا والله يسعيد جدا الليلة ألاقي الأصحابي عدينا طبعا نيام جميلة جدا يعني لما بدنا الكورس يعني أنا شخصيا ناسي دكتور أنور بيقول ياسين وياسين وياسين لكن والله صراحة الموتيفيشن والحاجة جاءت من الشباب دي أنا والله لما الكورس دا فكرة لما جاءت حتى دكتور أنور دا ذاته ما كان عارفة ذاته فقاعد كده في واحد يعني شخص عزيز عليه جدا طلب مني أنه أساعده في الموضوع بتاع ذلك المشاريع ففكرت كده قد طيما بدل يعني أساعد ذو الواحد أنا ممكن أساعد ماس كتار يعني والحمد لله رب العالمين بدأنا عملنا الدورة الأولى ولاقت يعني نجاح منقطع النظير وبعد ذاق عملنا الدورة الثانية ما شاء الله تبارك الله والأجمل دور الحاجة الجميلة والحاجة يعني الرائعة جدا إنه فينا سوش المتحنوا واخدوا الشهادة زي ما قال دي كورانور يعني ناسي ما شاء الله عندنا زي سبعة أو ثمانية دي اللي بيقوا PMB سرتفايد يعني إنت لما تتكلم بتقول PMB سرتفايد يعني معناها أنت مدير مشروع مجاز تمام؟ يعني ممكن تمشي أي حتة في العالم تشتغل في إدارة المشاريع سواء كان المشروع ده بتاعك سواء كان المشروع ده في نطاغ العاملة اللي انت بتشتغل أو الوظيفة اللي بتتوظفها طبعا يا جماعة كلمت نح لما نسمع إدارة مشاريع كانت مشروع دي بي يعني دائما أنا شخصيا يعني كان لما نسمعك المشروع بشوف حاجة كثيرة جدا لكن يا جماعة المشروع ده بيبدأ معك من حاجة مثلا انت في البيت المزاكرة بتاعتك تمام؟ المزاكرة إنك انت عشان تنجح مثلا الشهادة السودانية أو تنجح في امتحان ده مشروع عندك مسلا والله يا خي أنا دائل اشتري ليه كمبيوتر ده مشروع أنا والله عايز مسلا أمشي أزور عاما تفيل وضيط ده مشروع تمام؟ فالمشروع ما بالضروري إنه يكون يعني حتى سلي مح сколько نسمع إنه مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة ده ما مشروع مشروع الجزيرة ده بيها حاجة ثانية يعني المشروع داي اللي هو إنشاءه مثلا نقول والله إن شاء مشروع الجزيرة ده مشروع إدارة مشروع الجزيرة ده مشروع لكن الشغل ذاته شغل المزارعين في مشروع الجزيرة ده ما مشروع تمام فالفكرة بتاعاتنا جماعة نحن في المضادرة إنو دائرين ندرب الناس التدريب الجيد يعني ما دائرين نحن نعمل لنا مثلا والله ورشة والله نعمل لنا كورس والناس ما يستفيدوا منه نحن دائرين الناس توصل الحجد للنهاية تمام يعني إحنا لما بدأنا إدارة المشاريع ده اتفقنا ومعانا الحبيب دكتور نور الله يديه العافية فيعني اتفقنا إنو نحن بنهاية السنة الجاية نحن نكون مدربين ما أقل من 200 مدير مشروع تمام فيعني كان دي الخطة بتاعاتنا والخطة بتاعاتنا طموحة جدا جدا لكن برضو يا جماعة في معويغات في حاجات إن شاء الله حننغيشها بعد شوية تمام؟ طيب أنا حابدى عنديش سلايد كده عاملة شوية كده عشان نشرح للناس أن بتزأل دائما عن الدورة والحاجة نحن نعمل فيها تمام؟ أيب يا جماعة أول حاجة الدورة بتاعتنا ديها جماعة مجانية تمام؟ يعني نحن من قدم الخطة بتاعت الدورة دي إنو ناس يتدربوا كده مجان لكن بالمقابل يا جماعة عندنا يعني فكرة بتاعت إنو والله يا جماعة أي زول مختدر يقدر مثلا يساهم نعمل لينو صندوق ونشجع بهو الناس الما قادرين يسفع رسوم الامتحان لأنو يا جماعة رسوم الامتحان أربعمية الدولار تمام؟ أربعمية الدولار دي لزول في السودان لزول يا دوب بعد شغله لزول بدروس الحاجة دي صعبة جدا جدا تمام؟ مرات انت شخصية يعني مرات انت زعت وتكون شغال في شغلك وكده ما تقدر توفل على أربعمية الدولار دي لانو بكون عندك التزامات للسودان عندك التزامات لنفسك التزامات سريعة حاجات كثيرة جدا جدا الفكرة ياس مجانية تمام؟ ما نحن معنا شخصيا ولا دكتور أنور ولا المبادرة عايزين فيها يعني جزاء ولا شكورة إلا الفايدة نحن الليلة الفايدة بتاعتنا زي ما شايفين الإسمايل في الكيزيز بتاعت معيز في عباس دا يعني من الفرحة ما شاء الله ما قادرينهم تمام؟ وعندنا باش مهندسة أحمد والشباب دي كلهم ما شاء الله تبارك الله لأنو عارفين إنو الشهادة دي بتعني لهم شنو في الشغل بتاعهم تمام؟ دي نقطة النقطة الثانية يا جماعة أن نحن منقدم الدورة لكن الزول بمشي بامتحن في حتة ثانية تمام؟ يعني نسي حاليا الامتحان أونلاين تمام؟ الشباب ممكن بعد شوية ناس أحمد ومعيز النجح هذا ممكن أدوكم بريف إنو كيف الزول يسجل للامتحان يعني نحن الامتحان ما عندنا نبعه علاقة مندربك منجهزك للامتحان يمكن تمشي بامتحن بطريقتك لكن نحن الدورة دي مننا مجانية تمام؟ طيب طيب إنت عشان الدورة دي تكون ناجح فيها كويس؟ نحن معليش أرجعلكم شوية؟ أول حاجة عايزين نبارك للشباب النجحو تمام؟ موعيز أحمد ما شاء الله أحمد دازين من نواي للناس النجحو و جانا تقريبا جانا جاهز أحمد ما قاعد معانا كتير بعد ذاك سوار بعد ذاك معيز بعد ذاك عامر عباس كويس ما شاء الله ديل كل الشباب ديل يعني نجحو صراحة بنا يا معا الدورة بتاعتنا دي ما يعني ما مكتملة ولا أنا يعني مبصود بها تمام؟ يعني لكن دي بتفتح ليك الباب بتوريك يعني إنك إنت إدارة المشاريع يعني شنو؟ بتوريك إنو الشهادة ذات بتاعت الPMP دي بتاعني ليك شنو؟ يعني بس من نفتح ليك الباب يعني أنا متأكد الشباب النجحو دين كلهم ما نجحوا بس لأنه بس من الكورسي دا تمام؟ تمام؟ فإنت لازم عشان تنجح الشهادة دي ما سهلة صعبة جدا جدا فأنا حادي أحمد يبدلينا يعني انطباعه عن الشهادة وعن الامتحان وكيف هو قدر يكتاز التجربة المثيرة دي فضل يا أحمد السلام عليكم أهل الشباب الموجودين كلكم والقاعدين دكتور أنورو ودكتور ياسين كل الشباب الله يديكم العافية للمبادرة أنا صراحة اللي حكت عن المبادرة كان في نهاية الكورس يعني سبحان الله بعد ما بقيت Certified حتى نعرفت بالمبادرة لكن صراحة من اشترفت فيها الشباب اللي شفتهم نجحوا والمشاركات ما شاء الله شديد يعني وكان يعني تجربة تجربة ممتازة جدا جدا وياريت توسع على أكتر من كده يعني أنا شايفين المعويقات اللي كان حاصلة في السودان والمعويقات اللي حاصلة في القراية والحاجة بالجد صراحة ما سهلة يعني مع أنه في الفترة الأخيرة في كلام كتير بيقول تكلموا على الشهادة الشهادة الناس كتير بقيت تاخدها وانشا يبدل أن الناس يدوب بقيت عرفة أهميتها يمكن إحنا مجال شغلنا شوية لأنه أنا في هندسة مدنية فشوية مجالنا شوية محصوب فيها لكن زي ما قال دكتور ياسين انت إدارة المشاريع بتغير حتى في حياتك بتغير حتى في طريقة تفكيرك في إدارة كل أعمالك حتى لو في شغلك الأساسي أو في حياتك العامة وصراحة في اجتهادهم حمسنا أنه إحنا نشارك مع الناس بل بنقدر عليهم يعني إن شاء الله حتى لو بس خبرة أو حاجة مثل أنه زولي حكي تجربته مع الحاجة الحاصلة مساعدة للناس تصمين للناس يعني دي إن شاء الله نكون معكم إحنا في أي مبادرة في المبادرة القديمة والجديدة وتاني بيمبارك للناس النجحت والناس اللي ما نجحت أو قرب التدخل إن شاء الله ربنا يسهل لكم مع أنه حسنا في ديكتور ياسين هو أدرى مننا في الموضوع ده في تغيير الموديل بتاع البي ام بي وتغيير كامل وفي تعديلات كثيرة جاية عليهم إن شاء الله نحاول نبق من الناس يعني أولا كنت أرى طالع عليك التلعام لكن صراحة مع شغل المبادرة الآن وإشان نساعد فيها الناس التانين بقيت متحمس أكتر إنه أعرف التغيير الحاصل فيها أكتر منه تعديه الناس أكتر منه أنا أستفيد منه أنا شخصيا صراحة يعني خصوصا إنه حسنا على الرفع بتاع السودان والمشاكل اللي كان حاصلة وإمكانية الناس ما قادرة تنتحن من السودان إن شاء الله الموضوع ده لو يتحل به سرعة الناس تقدر عن طريق ديكتور أنور هو عنده خبرة في الموضوع ده أكتر إنه نبدأ نخاط ناس البي ام اي إنه يبقوا يسمحوا للناس من السودان تنتحن لأنه كان واحد من المشاكل هو واجهتنا إنه حتى أنا وامتحن من برا إنه واحد مقيم في سعودية لكن حايا من الانتحانات حاجة لو عادي هتنلنا المشاكل وقربت مضيع عليه الانتحان إنه لما جيت أخدت الـ ID الباسبورت السوداني كان رافض السيستيم وممكن ليه مدة نصف ساعة وقرب يضيع عليه الانتحان في الآخر عن طريق الرخصة السعودية لأمور مشكلة فمفروض الآن بما إنه الموضوع يترفع مفروض خلاص بعديكم ما في مشكلة يعني نقدر الناس تنتحن من أي مكان ويبقى إنه أولاين بيبدل ما زي زمان كان الناس بيسافر مصر بيسافر الإمارات فقط عشان تنتحن الناس تقدر تنتحن عديل من السودان بعد إن شاء الله بإذن الله أنا حاجة أتكلم عن الحتة بتاعت الخطوات اللي عملت عشان إنه الامتحان يكون في سودان تأسلام كثير يا أحمد يا أخي الله يديك العافية دكتور رياسين شكرا حبيبنا معيز بعش مهندس معيز السلام عليكم دكتور رياسين دكتور أنور والشباب كلهم الله تكون صحوة الآفية ويعني سعيدين جدا أنا سعيد جدا أن أكون معكم الليلة هنا في الزوم في الميتين حقيقة هو طبعا المبادرة أنا طبعا لقيتها في البداية كبداية الموضوع في المباحثين سودانين الإعلان بتاع الخورس والوقت داك ما كنت معرف دكتور رياسين طبعا أكيد دكتور أنور معروف لأنه كلنا في المبادرة وفي مشاركاته وإسهاماته وأنا صراحة حتى يعني يمكن زيناس كتيرين موضوع البي ام بي كنت مفكفه من زمان يعني ساعي من زمان إنه أعمل الشهادة لكن الواحد مع الشغول مع الضغوط مع الجري ما ما يعني ما 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 بالكزيم فهو كان موضوع الكورس كان بالنسبة لي يعني حاجة ممتازة جدا جدا عشان واحد يتزم وبعد ذاك تحرك لقدام فالحمد الله يعني دخلنا الكورس مع الكتور رياسين وصراحة الكورس كان ممتاز يعني جدا وشغال كانوا موجودين في الكورس كلهم معرفين الكلام با يعني الكتور رياسين هو بقول إنه ما على قد كده لا بالعكس والله كان أكثر من ممتاز وبمشاركة الناس وبإسهاماتهم وإسهاماتهم كان حاجة جدا ممتازة يعني خطينا في التراك الصح في التراك السليم إنه الواحد بعد ذاك يعني اجتهد بلاو أكيد محتاج إن الواحد اجتهد محتاج إن الواحد يقرأ بلاو يعني سواء من الكتاب سواء من مراجع تانية أنا أنا واحد من الناس أن ما قلت من حاجة غلل لبين بوك الكتاب بس وبعد ذاك يعني الحياة كان مفيدة برضو يعني الحياة الجميلة ترابط الناس مع بعض كل الزملاء بعد ذاكت رياسينا كان يعني دائما بضغطين معه في الواتساب في التلفونات ويعني كان بزايدنا وقررين الحاجة الناس كان فروض تعمل لشنو أساني ياريت تعمل ميوت لنفسك يا معيس معليش حصل ميوت جدا أيوة فضل تمام أيوة أيوة من الحياة المهمة زي ما قال دكتور ياسين في موضوع الكورس على أهمية الكورس وعلى إنه منفاج جدا الكورس معليك صوتك واضح ولا صوتك واضح أي لكن بس في مايك تاني فاتح بس له لا لا أنا أنا تغيرت البتاع ما في زور بيقدر أن أمي يدلي نفسك تمام تمام فالحاجة زي ما قال دكتور ياسين الحاجة المهمة أن الواحد لازم يتهد بلاه يعني موضوع أنك تتهد بلاك تقعد تقرى تمام ويعني هي الموضوع الصراحة والشهادة يعني موضوع الامتحان التح instal ما سهل نازم الواحد يعني يعني ينضغي تقرة المحتاج بجد señت أقعد تقرى يعني تاخد تلاء كم ساعة في اليوم مثل جدا هل حاجر بعد expand الهب ال الهي في الموضوع على الامتحان نفسه. الامتحان طبعا في روحه. يعني الناس العال فينا يبح represented in Hangout. انت الاربعة ساعات. يعني كان في روح 4 ساعات الأربعة ساعات دي حاجة يعني ما سهلة. ما زي باقي الامتحانات العادية يعني. زي عالي جدا غطي عالي جدا. و praeud يعني الواحد يكون على عصاب وعاوز كونترشي llegدا جدا يع constraint. يعني انا عاوز عليك ان يعني تحيل اسألة كثير و تحيل اسألة في زمان الامتحان. و أربعة ساعات عندك من كنسوان فكونك تمارس الحاجة دي وتعرف كيف أنك تعمل كنترول على الموضوع هذا دي حي مهم جدا جدا. فيعني بجد أنا أخيلي أغلب الناس اللي امتحنت البي امبي والحمد لله نجح التاني الشباب حسوا بالحاجة دي يعني عاشوا الضغط وعاشوا عاشوا حق البي امبي يعني في لحظة ممكن في نصف الامتحان أو في نهاية وتحسين أنك تبع تنجح للدريج يعني أو تحسين أن الموضوع مستحيل لكن الموضوع يعني عاوز يعني بالتركيز عاوز أنك يعني تكون محافظة على أصابك تعرف كيف تكستم الزمن كويس تأكي البي مهم جدا جدا في الامتحان والامتحان يعني على قدر ما يعني أسيغة في النفس وإنك إن شاء الله الناس يعني بتمنى أن كل شباب بإذن الله يعني المعانا في الحضر القواص والبرة بيشاهده حاليا يعني إن شاء الله يبعصوا هي شهادة بجد كبيرة هل سؤال هنا معيز قال لك يعني هل بتحتاج لي مستوى معين في اللغة الإنجليزية؟ وإردت تفاصيل في المطور هو أنا أحمر الناس ينتحنت بالإنجليزي يعني النوعا ما إنجليزي نويس ما أقول لنا profesional أنا أتحدى بلغة إنجليزية أنا بفتكر أنه لا تحتاج إنك تكون profesional في الإنجليزي في طبعا إذا إنت حتنتحم في خيار إنك تنتح باللغة عربية فإنت بتقرى السؤال ويترجم لك باللغة عربية لكن أنا لم أمتحنت أنا أمتحنت باللغة الإنجليزية أنا شخصياً واحد من الناس بفضل فإن كما يتحقب بعدك يعني شباب لكن أنا أفتكر أنه الامتحان بالإنجليز الض higher ger 없ـ drink لأنه طويل another حقت00 حقـ أكيد أي تعطيل بتاعك او كده او كده اكيد في النهاية يعني ماش انا اطول وطولت يعني اردي في شباب كثيرين بعدين يعني سعيد جدا اول حاجة كل الشكر مع عارف ان يدور انور ودوريسين ما محتاجين يعني يقول لهم كلام ده كل الشكر لكم على المبادرة الرائعة جدا جدا في حاجة الباحثين السودانيين وعلى الكواس الجميل وعني حاجة عرفتنا عليكم وخلتنا نكون قاعدين في الحتة دي واكيد انا يعني باسمي باسم كل الشباب يعني حنكون سعيدين جدا وجهزين انه نشارك في كل في اي عمل يعني داخل المبادرة او باسمه ورد ان ديكم الصخوة العافية ان شاء الله الله يديك العافية معيز تسلم كتير باش مهندس معيز طبعا معيز التفاصل بتاعه اي تي برضو عمله الكورس الكورس ده يا جماعة في في اطب بيجيو بيزاله في ناس مختبرات بيقول لك يا اخي الكورس انا حاستفيد منه طبعا بفيدك لانه اي شغل انت بتشتغله بيكون فيه مشروع مثلا انت عندك عيادة تمام انت طبيب عندك عيادة عايزة العيادة بتاعتك دي تدرب الناس المعات تمام انت معناها عشان المشروع بتاعت التدريب ده ينجح انت لازم تكون عندك على الاقل يعني خبرة في دارة المشاريع تمام عندك مثلا والله يا اخي انا بتاع صيدلية تمام او انا صيدلاني مثلا عندي صيدلية او شغال في صيدلية نحن دايرين نفتح خط جديد معناها الخط الجديد اللي انت عايز تفتحه سواء كان تجاري سواء كان طبي برضو داب نحن بنحتبر مشروع انت محتاج تكون عندك خبرة بتاعت دارة المشاريع طيب قبل ما عمشي للسلايج بتاعتي انا داير عباس باش مهندز عباس يتكلمنا شوية عن زنقة الامتحان يا عباس السلام عليكم ورحمة الله والله ما بصرت هو الحاجة نحنا هو الحاجة نشكر المبادرة إنه ما بصرت معانا كتير هو الحاجة طبعا زنقة الامتحان ولا بدلك من البداية البروية حكي انا غايته كلها كانت زنقة كلها كانت زنقة او بداية بانت لما ابتصلت علي قلت لي جيب بياناتك قلت لي كنت في المستشفى بعمل الفحوصات للكورونا وكذا نعم في نهاية الامتحان طبعا زنقة بانه باقي كلها عشرين يوم وما في حجوزات فصممت لازم انجح لازم لازم انجح فكانت زنقة زنقة قوية لدرجة من قلت ليك انا بعد ما نجحت اربعة صبعا خلصت الامتحان وطرعت الشارع طراحة بريد 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 مبالغة ومشيت مسافة عملت لي الجكة ورجعت البيت تالي فوالله كانت زنقة 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 ما بعد زولين وطراحة امتحاني كان صعب 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 لا يعني ما تخيلت انا خلصت قبل النهاية بعد قيدة يا اخي راجع حتى هم بيقول ليه راجع وتالي ما براجع خلص 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 المراغب بيقول ليه راجع وتالي ما براجع فقفلت وعندما قال ليه مبروك نجحت ما صدق تطوح بصراحة فكانت زنقة زنقة قوية ما انه انا كنت مذاكري يعني حالي قريب 3000 سؤال 3500 سؤال وكمان يعني بجي كده غير كده كنت بعرف كيف احلل السؤال كيف اختار الاجابة الصح كيف استبعد الاجابة اللي ما عنده علاق بالسؤال كيف انا اعارك مثلا انا في بداية فيات مرحلة في المشروع بعض مرات الاسئلة بتجيك مثلا السيناريو بيكون بمختلف في البداية بده يبدلك بسيناريو ويجي انتهيك بسيناريو تاني فانت بتفكر في السيناريو الاول لكن هو بكون عايز المشكلة بتتحلى في السيناريو التاني اقول ليه مثلا الموظفين غادروا اشتركت بعده بيقول لك كان فيه ضغط الجدول الزمني انت بتفكر في الموظفين ولا انت عندك انك تأخر في الجدول الزمني طبعاً الصحي أن تشتغل على تأخير الجدول الزمن وكذا حتى أجلت الامتحان مرتين مرة أنت اتصلت عليه وقلت لك أنا امتحاني يوم 29-11 قلت لك كلما المادة ممتعة كلما تجد تقعد مع المادة وكلما تفهم حيات كثيرة والحمد لله خلصت أساعدني أحمد عادم أحمد اللي كانت تكلم في البداية أنه هو اللي شجعني وساعدني كيف أحل امتحانات ساعدني في حيات كثيرة وبعد ما خلصنا الكورس أنا شوي يكين أحسيت باسم وشنو بدأت الشغل يعني رخيتش لكن لما لاقيت أحمد وجلست معاه وما دصروا ساكن قريب مني فبدأت ثاني كنت بمعدل ستة ساعات في اليوم سبعة ساعات في اليوم الزبوع الأخير أنا كنت بقعد تسعة ساعات في اليوم عشان أحل امتحانات وراجع في النهاية في النهاية زي ما قلت لك مع الزنقات والحقيات زي دي مع الفرحة أنا لحد الآن يعني مبسوط جدا جدا وأي واحد يسألني وما أقصر معه صراحة حتى لو في شباب يمكن معنا هنا في اللايف سألوني ودخلوا معي في الخاص وقلت لهم يا إخواننا ما عندكم مشكلة بنجيف معاكم بكترة مانا فرحان والله يسألك مثلا من المقرج من المدخل التولي تكنيك لكن باقي الامتحان كله كان عبارة عن سيناريوهات لمشاكل مدير المشروع مع الستيكولدر مدير المشروع مع التيم ممبر مدير المشروع مع مثلا العوامل الخارجية فالموضوع كان بمتعي جدا وكترة خيركم باركة الله فيكم وأي واحد زي ما كلمتكم ومستوى دكتور أنور أي يعني نحنا في الخدمة إن شاء الله إن شاء الله ألف مبروك وطبعا يا جماعة الحتة بتاعتني نحنا عايزينكم دي يعني نحنا عايزينكم غصبا عنكم والله بي مزاجكم يعني بعد شو أنا حيقول لكم نحنا عايزينكم في شنا باش مهندس عامل باش مهندس سوار سوار نحنا عندنا أخواننا 28 مشروع في الباحثين السودانيين يعني ماشيين بالتوازن يعني أسيا والمبارحتي عندنا مشروع بتاع التقرير بتاع حالة البحث العلمي في السودان وقبلها عندنا مشروع بتاع بودكاست إنه كل المحتوى بتاع المحاضرات العلمية والبحثية يتنشر في شكل بودكاست عشان يصل لجمهورة وسعى المحتوى بوجود بس كيف إنه يعاد يعني في مشاريع كثير جدا ويعني يتكاري تنترين ديفران انترست كل زول بلجى الانترست بتاعه في واحد منهم ويساعد إن شاء الله وطبعاً دي يا جماعة تعقيباً لكلام دكتور انور الحاجة دي ذات خبرة لكم بتادي خبرة لكم كيف تدير المشاريع لأنه بكون معاك تشغال فإنت لأنك سيرتفايد إحنا اللحننعملتن البرجات المنية بيرا دي واحد اثنين احتجتلي ريفرانس دكتور انور بكتبليك ريفرانس بإسم المبادرة قدمتلي شكل وكيدا بعمل لك ريفرانس طيب أشمهن دي سوار سوار تقدر تعمل أم ميوت لنفسك يا سوار تقدر يا باشمهن دي سوار باشمهن دي سوار شكل عامل ميوت تاني بلشنا ايوه اهيه تماما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله باشمهن دي سوار طبعا يا جماعة من الناس النجح يعني أول زول يعني بدأ معانا كورس ونجح طوالي وماشاء الله يعني راجل عنده عزيمة عزيمة كده وعادي يعني فلما انضرب لي قال لي خاسمه أنا حاوقف هو لأنه ماشاء الله شغال في MBA قال لي أنا حاوقف ال MBA دا وككمل ال BNB لأنه ال BNB دا حيخليني أنجح في ال MBA يعني ماشاء الله يعني يعني تفكير ذاته يعني تفكير سليم يعني يديك العافية باشمهن دي ستفضل السلام عليكم ورحمة الله أنا معكم سوار محمود سوار مهندس مكنيكي سوار في شركة عبدالجميل في الرياض أول حقيقة طبعا منذبه ال BNB طبعا هي شهادة المشاريع لما كان شابلك قدامي هي شهادة والله معتمدة وشهادة بتنسغ لك أمورك وبتنسغ حياتك كلها وبتخليك يعني مرتب في كل الأمور فطبعا أنا كنت محاول أن أبدأ في الميسير ال MBA وكنت برضو ساعم عنه على ال BNB ف كانت تقريبا في رمضان دخلت في الموقع من الميسير السودانيين لقيت دكتور ياسين فقدت في الكورس الأول ال BNB وين فلي حكت في آخر الأيام وضعي بطراحة فجأة اللي جيت في آخر الأيام ومقرر بخلص فكلمت وقلت لو ما تخلص الجروب الثاني شاء الله سيكون معك فإنزا والله خير يعني في الجروب الجروب الثاني كلمت وما قصر دخلني مع الشباب وطبعا كنت متوقع أنه الكورس طبعا الكورس بتاع ال BNB طبعا ما يغارب ألف وخمسلات ريال تقريبا أو الفين ريال الكورس كدراسة غير اللي متحان أنت من تبشي المجموعة أو واحد يشرح لك الشرح اللي بكلفه قريب ألف وخمسلات ريال ف ف ف توقع توقع يكون مثلا ألف وخمسمية والله جزاء والله خير الدكتور ياسين والدكتور أنور يعني الكورس هذا مجان مجاني مجاني بدون فدوز يعني وغير كده الكورس دائما أي كورس بتاع BNB يعني ثلاث أيام أسبوع عشر أيام كورس كورس سريع سريع لكن كورس دكتور ياسين والله ما شاء الله 29 يوم كورس مرتب ومنسق وفيه مراجعات ويعني متابعة بديك كل يوم بديك لجزء اللي درسنا وبيديك له الكويس اليوم الثاني بتجي بتجي يحلم معك الكويس وتراجع معك الأخطاء وكده ومن هات الأسبوع في كوز يعني زي تست كده كبير ف والله يعني جزاء والله خير يعني خدمة ما شاء الله خدمة طيبة جدا جدا ويعني والله بالنسبة له خدمة مرهبة يعني كان دخل 50 ريال لكن هو يعمل لوجه لا يتعالي يعني جزاء هو الخير وأخذت معه الكورس 29 يوم أو شهر غير في الشهر وقلت لي يا ركتورياسين أنا عندي موقف المايستير وعاز امتحني تريع سريع ففعلا بعد أخذت تقريبا برضو يعني المراجعة كده يعني كم عشر يوم أو شهر امتحنت الحمد لله ونجحت أول واحد قلت ركتورياسين قلت نجحت الحمد لله وأشهد طبعا أول حاجة يعني سعادتي في أول حالي في المايستير في كسم اسم البروجيكتي منجمال طبعا أولي باص فيها أول مشاهد حقتي أول طول باص في الشهر وغير كده برضو في حيات في الماركتينج وحيات في 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 نفس السيكونز بتاع تدارة المشاريع من المشاريع وكيف تعمل التخطط وكيف تعمل البلان لكلها موجودة بصورة يعني مرتبة في المايستير بساعدك في المايستير بساعدك في حياتك العملية احتمالك بساعدك في الدكتوراه أنا طبعا لسا ما شديد دكتوراه لكن أكيد الدكاتور دكتور ياسين سورانور عارفين يعني يكون أكيد يكون في نفس الجراء نفس المجال في نفس الطريق والامتحان يعني امتحان عايز يعني امتحان هو طبعا مهم وعايز بس يعني شوية المتابعة ومذاكرة يعني تقريبا خمس ساعد في يوم أنا اعتقد كافي في خلال شهر بعد المراجع يعني ما تخش الكورس دكتور ياسين خلص الكورس الشرح يعني عايز لك شهر تقريبا عشان تقدر تراجع الحال اللي خدتها وتراجع الامتحانات وتمتحن الامتحان طبعا هو زي ما قال الشعب ربع ساعات وامتحان الله مهم كثيرا ويعني لما تمتحن وتفرح 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 تصنعاك والوالدين وتفرح وتفرح وتشكر وردو الأخ الدرس يعني دكتور ياسين ما قصر والله دائما يعني بشكره في كلما اذكر الاشي هذا كلما يعني يكون مرتب يعني 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 بشكره كثيرا يشكر والله يعني 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 والله عمل مقدر والله يعني حاجة ما يعني لا تخضر بالثمان والله يعني أي وإشكرهم كثيرا الشكر والله وأنا كمان مستعير إن شاء الله في أي لحظة أي أي واحد يعني 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 من ناحية المساعدة من ناحية المعنوية والمعادية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله أعطيك العافية بشمهندسي خلف مبروز بس معلش الناس أجمع في الفيسبوك أعطي لكم بكل أعطي لكم بس قليكم معنا يعني أنا صراحة طبعا يا باشمان دي سوار شكرا لك على الكلمات والطيبات ولكن أنا صراحة أنا برضي استفدت والله ممكن أنا الاستفادة التي استفدتها من التورصات أكثر من الفايدة التي استفدتها يعني بالجد بالجد يعني ريالي أبريشياتي يعني ما في أجمل من كده يعني ما في أجمل من كده وأنا متأكد إنه أي واحد فيكم حي يعطي وأكتر يعني إذا نحنا دي الحاجة نحنا في المبادرة به المبادرة قائمة عليها يعني قائمة علينا إذا نحنا نحنا تد وسميناها مبادرة يعني هل تشوف دكتورون وردت عندهم أنا متوقع بعد يعني أربعة صباحا ثلاثة صباحا دكتورون وردت إذا في في الفيسبوك بيعمل في لايف والله بساعد في زون في لايف دي كل لشنو يا جماعة نحنا ما يعني الكلام ده نحنا ما حنحل مشاكل السودان عامة تمام لكن ممكن نساعد في حلول مشاكل فنية لأنه في مشاكل بسيطة نحنا ممكن نقدر نساعد في حلها لكن ما عندنا عصاموس ولا دكتورون وردت عصاموس ولا لكن كلنا مع بعض نحنا ممكن نقدر نعمل حاجة والدليل هو الكورسي ده يعني بدأ من فكرة فكرة صغيرة جدا جدا يتطور ودكتورون وردت ما شاء الله بين همية بتاعتدو كده تبنى الموضوع يعني بيقى حاجة هم ما شاء الله تبارك الله وخصينا لمرحلة الناسين اللي بيجو يقولوا والله هو أنا عندي شهادة بتاعت البيم بيو كده يعني طيب أنا بس همشي في الاسلايد شوية بعد داك يا عامر بجيت راجة تمام نحلي بيك انت يا عامر طيب يا جماعة طيب حنجي نتكلم عن الكورس Logistics يعني نحن الحاجات المحتاج لها للكورس تمام فبعد داك حنجي نتكلم عن المشاكل الواجهتنا في الكورسات الفاتت عشان يجي زول عايز يجي يجينا في الكورسات الجديدة يخط العقبات الحصة التي يكون متذكرة عشان ما تحصل نفس الحاجة تمام بعد داك هنجي نتكلم عن المنهج الجديد بتاع ال-PMI تمام والرسوم بتاعته كم والطريقة بتاعت الامتحان ذات هتكون كيف تمام دي نحنا هنتكلم عنا في اللايب دا ان شاء الله بعد داك نحنا هنجي نتكلم عن المستقبل بتاع الدورات الحات تبناها المبادرة فبس نخليكم معنا التسألات كلها هنجاوب عليها طيب اول حاجة يا جماعة انت عشان تجي لتخش لك اي كورس او اي عمل في الدنيا دي لازم يكون عندك لازم يكون عندك يعني اللي هو شنو انو والله يا اخي انا خلاص يعني التزام انا منتزم انو جيت سجلت والله معنا سلم مبادر دين في الكورس بتاعون انو انا هكمل الكورس تبعا بتحصل الظروف ومغدرين الظروف يعني فيناس حصلت لهم الظروف مرضوا فيناس جاءوا انشغل فيناس الشغل الشغالين نزاتوا ما قدروا المهم لكن انت دائما تعمل نفسك ويكون عندك تمام تمام الحاجة الثانية يا جماعة البركريشن انك انت لازم تكون جاهز يعني مثلا انت جاي تعمل الكورس لازم تكون عارف وتكون جاهز لها وبرضو انك انت عشان اخذ الشهادة انا مفرود جاهز نفسي لشنو يعني لازم زي ما قال لكم باش مهندس معز قال لقال امتحان اربعة ساعات يعني تخيل انك اربعة ساعات تكون قاعد مصبوب صب واحدة يعني عندك بعد ساعتين عندك بريك تمام بعشرة دقائق والله كم يا معيس تقريبا عشرة دقائق بتطلع وبعدين شنو لما تطلع اول حاجة بتاني بجفت تشوف تفتيش وحاجاتك تخليها برا يعني البيك زي تقول والله حسن انا زي تطالع من البيك تمام فانت لازم تكون جاهز للحاجة وصراحة امتحان الPMB امتحان ادارة المشاريع الاحترافية امتحان ما ساهل يعني ما في زول يقول لكم الله الامتحان ساهل وكذا معنات معلومة مغلوطة الامتحان ضطف جدا جدا وبالعكس المغرر الجديد برضو حيكون ضطف يعني ما حيكون ساهل تمام طيب الحتة شنو الكونسنتيسي يعني حدارين الكونسنتيسي ان تخلينا يعني انت بدأت خطية خطة انه والله اخي انا عايز امتحان الPMB تخط خطة انك انت تواصل فيه تواصل في الفورت وتنجح عشان تقليوه في ظهرك تنشي تفلك حاجة ثانية يعني واحد مهندس مهند في الفيسبوك كاتب قال انه الفكرة بتاعت الPMB كانت قبل 12 سنة بداها قبل 12 سنة تقريبا 2009 تقريبا 12 سنة قال زي ما هو كاتب كدا في البوست 12 سنة انت عشان تنجيز PMB في طبعا دي ممكن يكون لانه هو مالتزم حصلت حاجات كثيرة وفيدا وفيدا لكن السيعة الشباب دي البدو زي سوار معيز ما يتخلي اخذ معاهم اكتر من ثلاثة شهور ماكسمم ثلاثة شهور نجحوا خلطوا شهادة بجنبا بعد دخل اسموخوا للحاجة الثانية للحاجة البعضة حاجة مهمة جدا يا جواعة لما انت تجي تبدأ الكورس تفكر انت تطوالي تعمل الفورم وتحاول تحجز الامتحان الحاجة دي بفيدا مثلا انو والله يا خنا حاقود انو انا هامتحن بعد شهرين لما انتمتحن لما انتمش تحجز الامتحان بعد شهرين انت اوتماتيك حتجي نفسك مضغوط وحتمش تقرأ تمام لكن لو خليت الموضوع مفتوح ما حتقدر ما حتقدر تقرأ تمام سؤال سريع من الفيسبوك دال الفريق بين الPMB والبرينس تو الPMB امريكي والبرينس تو بريطاني تمام يعني المشاريع كل الهن في بريطانيا قائمة على المثوذولوجي بتاعة البرينس تو الامريكان الفريمويرك بتاعة ادارة المشاريع على الPMB يعني ما في فريق كبير بياناظر تمام لكن البرينس تو يعني الشوية كده لميتي اما الPMB مفتوح تمام طيب في اي سؤال هنا في اي تعقيد يا جمعة قبل ما امشي للسلايد البعد طيب طيب يا جمعة ان شاء الله بإذن الله نحنا في المستقبل الجاي كويس اول ان شاء الله حكون عندنا خرصات جديدة اسيح حاليا ما عندنا خرص يا جمعة لانه المنهج ده حينته بعد اسبوعين يعني المنهج ده اخر امتحان الناس بيتمتحنو عظيم تقريبا يوم واحد واحد من يوم اثنين واحد حينزل المقرر الجديد تمام لحد المقرر ما نزل ناس انت المقرر ما نزل بيومين بيسرع انو قالوا برسلوا لنا مع بداية السنة طيب انا با يعني ريكمان لنناس انو اي زول داري يعمل معانا الكورسي ده اول حاجة يعمل معانا يعني زي ما بقولوا شنو يعني عقد شفافي انو يكمل المشروع يكمل معانا الدورة تمام الا انو تحصل ظروف غاهرة يعني تمام ويمشي يسجل طوالي في البي ماي اول حاجة التسجيل في البي ماي يا جماعة انت مدة سنة كامل تمام يعني انت سجلت مثلا من يوم واحد واحد 2021 عندك لحد يوم 31 12 2021 دي المدة بتاعت العضوية بتاعتك في البي ماي تمام في فريق يا جماعة بين العضوية وفي فريق بينما تسجل الانتحان عضوية مجانية تمام العضوية المجانية ما بتكلفك حاجة تمام لو انت عايز تبقى عضو كامل بتدفع 100 دولار المية الدولار دي بعدين بتعملك بخفضلك الامتحان بخفضلك لضير رسوم الامتحان المية دي ذات بتدخفلك رسوم الامتحان يعني الامتحان لو بيا 555 دولار لو دفعت المية دي تقليك بيا 440 ولا 450 معارف تمام ف يعني اي زول مفكري يا جماعي ما لال PMB اول حاجة يمشي يسجل في البياماج تمام وحوريكم بعد شوية نحنا محتاجين للعضوية بتاعت البياماج في شو طيب نحنا يا جماعي الكورس بتاعنا ده كان بيتواصل مع الناس عاملينه بالزوم ولايف في الكيسبوك وعندنا حاجة اسمها جوجل كلاسروم الجوجل كلاسروم ده يا جماعي نحنا بنخط لالناس الأزيلة من تابعون من خط الكتب اللي هي PDF الكتاب بتاع البيام بوك مثلا باشمهندس احمد عادي رسلينا كتب جميلة قد تيناه هناك برضو في جوجل درايف على سستن وشنو الناس في أي وقت يمشوا يشلوها عايزين يوزعوها عايزين يغروا برصو كده ضيفنا حاجة جديدة اللي هي التليجرام والفكرة بتاع التليجرام كانت جافنا من باشمهندس اشرف حمزة لو موجود معنا ليهو كل التحية والحق والتقدير التليجرام يا جماعة كانت اللي هي الحاجات بيكون قاعدة يعني عندما تيجي خاشي بتاقي كل الحاجات موجودة يعني عكس الواتساب الواتساب لو ضعفوك الليلة الحاجات اللي هي تنجي لكن التليجرام بتاقي كل حاجة طيب نحن كان منعمل يوميا منعمل تست تمام الدرس عندنا زي عشرة أزئلة منعمل عشان ركاب الشيء درسناه يعني كل حاجة نحن درسناه خلال اليوم بالليل عندنا منفتح التست اللي هو تست عشرة أزئلة عشان الناس تأكد إنو فاهم الموضوع درسناه ولا ما فاهمه بعد داق عندنا اسبوعيا عندنا امتحان كويس على الحاجات الدرسناه كل الاسبوع وبعد داق عندنا المكتس الاختبارات المشابهة الاختبارات قدران الشباب يمشي بعملاء بلاون زي ما قال باش مهندس عباس قال هو حل ثلاث سوال أحمد علي تغريبا برضو تيدا وكان نصيق للشباب يا جماعة عشان تنجحوا لازم تحلوا أزيلة كثيرة عشان الواحد يدعود على الطريقة بتاعة الانتحان تمام في أي سؤال يا شباب في أي تعقيد في أي زور رافع يدو باش مهندس حيدر حسنا دكتور رافع طيب يا جماعة نحن المشاكل العانين مننا في الكورس طبعا مشكلة الانترنت للأسر دي واحدة من المشاكل العانين مننا يعني مشكلة لأنه بيقى الكورس بتاعنا كله بيقى online يعني ما عندنا ما عندنا طريقة غير انه نعملوا online نعملوا online معناه محتاجين لانترنت أول حاج انترنت لنزوم ولل live وانترنت عشان الناس تتواصل في الواتساب وفي الاسي حاليا في التليجرام وكمان في ال اي جوجل كلاسروم تمام طيب لما يكون عندك مشكلة بتاعت لما يكون عندك مشكلة بتاعت انترنت ما حتقدر ما حتقدر تكمل الكورس وعندنا ناس يعني حصلك يعني ياسي محمد بلل لو معنا واحدة من المشاكل المعاوضات اللي خلطت انه ما يقدر يحضر الكورس اللي هو الانترنت تمام فانت لما تجي تبدأ الكورس حاول انه يعني حاول بقدر الانترنت انه الانترنت كون نكشن بتاعك يكون كويس عشان تقدر انت تتابع لكن بالمغابل اجمع احنا كل المحاضرات بتاعتنا من خطأ في اليوتيوب يعني اي زول فاتة المحاضر ممكن برجعليها في اليوتيوب ممكن برجعليها في 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 الصفحة الروابط بتاعت الحاجات بكل هجمع بتاعت التليجرام بتاعت الغنب تاعت اليوتيوب كل هنخذ عليهم في الفيسبوك يعني تمام طيب مشكلة بتاعت التايمين نحنا للاسف عندنا مشكلة بتاعت تايمين ادارة الوقت وطبعا ادارة الوقت دي نحنا مما صغار يقول لك يا أخي الوقت السيف لم تغطعه وغطاعت وكيدا وكلام ده لحد الان نحنا منعاني من المشكلة بتاعت يعني مثلا المحاضرة تبدأ أنا صراحة ما عانت منها كثير يعني ما شاء الله الشباب كانوا ملتزمين جدا جدا يعني الدورتين اللي نحنا در اسلام دي يعني كان النزبة بتاعت الناس في الوقت كانت بين 90 ل95 في المين تمام الناس كانت ملتزمة جدا جدا وده واحدة من أسباب النجاح على أسباب الخلط الشباب للإنجحة عايز تبدأ كورس عايز تلتزم عايز تلتزم لازم تكون ملتزم للزمان اللغة 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 يا جماعة الانتحان اللغة بتاعته اللغة 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 الانجليزي مناس الـ PMI أصلا هم أمريكان طبعا لغة انجليزي زي ما قال قبل شوية يا جماعة باش مهند اسمعيز جاي كلام جميل جدا جدا أول حاجة اللغة بتاعت الانتحان أول كورس ذاته لغة بسيطة نحنا بنستعمل دائما بنحاول إنه السعن الإصلاح بتاعته عملت عليكم بالانجليزي عشان تدريكم فكرة عن نحنا بنعمل الكورس بتاعنا كيف بنفس الطريقة أنا انت زاته عشان تقول لغة الإنجليزية بتاعتك بفرصة تقول لغة الإنجليزية بتاعتك تمام تقري الكتاب بتاع ال PM Book Guide تمام اللغة بتاعته واضحة ومفهومة تمام فانت لو عندت شوية بتاعت إنجليزي أبور بكون تزبط والله يا خنا ما عايز بالانجليزي الامتحان بالعربي تمام لكن نحنا للأسف الفرصة بتاعنا نحنا عاملنه بالانجليزي يعني أنا بشرح بالعربي يعني شرح بتاعي بالعربي لكن الأزئلة والسلايد من عملها بالانجليزي عشان نحنا زاته تستفيد من الحفظين طيب واحدة من المشاكل بتاعتنا يا جماعة يعني بسجلوا الناس جو سجلوا عندنا في كورسة التانية كانوا مئتين نفر تمام وفي يعني المئتين نفر ديلا يا جماعة كان أنا بالنسبة لي طبعا جهد شغل جدا جدا لأنو عايزين متابعة في اللاسروم تصحيح ليهم تديهم feedback وكدا طيب أنا بالنسبة لي يعني قلت أوك ما في مشكلة أنا أول تيك داريس وإنو أنا حادر سننازل كله وأنا أتابعهم طيب يجيك واحد بعد ما نحنا بدينا بي خمسة يوم يا أخي والله أنا محتاجة كورسي دوع عليك الله شنون 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 تويسي حنيسك يعني يعني يبكي لك عديل كدا أنا بقول والله يأخي طالما الزوال جاني كدا الصواب ردو تمام وبسجلو للأسف تاني ما بشوف وشوف ف يعني أنا بالنسبة لي ما فارغ معاي الحاجة دي ما فارغ معاي لكن أنا بزعليه هو يعني إنك أصلا وقت ما عندك بلان ما عندك خطة إنتا جاي ما يعني أنا بالنسبة لي أصلا يكورسك بدرس وبدرس يعني ما فارغ معاي لو لـ 200 لـ 50 لـ 20 لـ 300 ما فارغ واسجع الزوم بيقاشين 300 نفارغ يعني 300 شخص ممكن يكونوا خاشين يكونوا خاشين معانا في الزوم إننا حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة الـ 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 الكلمة دي أنا ذاتي ما بقدر منطقة تمام لأنها منطقة طبعا دي أكس التخطيط أكس التخطيط يعني زول يكون ما عنده أي تخطيط ما عنده أي حاجة زول يكون يعني دايش شايفي كلمة طبعس أنا الكلمة بالمعنسب أول مرة أمشي أكتب عندي في حاجة أول مرة يعني لا خلال جرايتي ولا خلال شغلي ولا ما حصل كتبت إلا كتبت الليلة بس كتبت الليلة إنه عشان الناس تتذكر يا جماعة إنه والله أي حاجة أنت ما خطبت لها ما هتظهر تمام طيب نجي يا جماعة للحكة المهمة جدا جدا في أي زول عندي سؤال يا جماعة قبل ما نبدأ بعض العديدكتور لو في سؤال ببتر طيب أوكي طيب يا جماعة نحنا زمان الامتحان بتاعنا بتاع الPMB أنا حخلي الشباب المذكرين نحنا عندنا فيه الدومين بتاعتكم يا شباب الامتحن البوريس بتاعت الPMB6 أفتح المايك يا عباس حيدر أفتح لعباس المايك تم تقفضك البروسيس يعني يا دكتور تسعة وربعين بوريسيس لا لا البروسيس ما الناوليج ما الناوليج اريا ايوه ما ما فيه انت سؤالك دكتور ممكن تعيد لأي طيب نحن عندنا الناوليج اريا وعندنا نتاني شنو عندنا الناوليج اريا وعندنا عن طريقة النوليج اريا وعندنا عن طريقة الاسم شنو الكباتر مثلا السكوب يعني الدراسة عن طريقة أيوة أيوة عن طريقة الكباتر 13 جابتر صح ولا لا طيب نحن عندنا يا جماعة في عندنا المراحل طيب العربي المراحل الخلف الفيف يعني المراحل الخمسة أيوة المراحل والكروف أيوة والإنسيكوتين والبلايين والإنسيكوتين والمونيتر والكنترول والكروف بالضبط نحن في المنهج الحالي الحينتهي عندنا يا جماعة خمسة مراحل المشروع أول حاجة الانيشياتين تمام اللي هي أنك تبدأ اللي هي تبدأ في التفكير في المشروع ذاته تمام تمام بعد داق أننا اللي هي التخطيط خلاص أنت بتخطط للمشروع بتخطط الليزانية بتخطط الجدول الزمن بتاعك بتخطط المخاطر تمام بتخطط من التنفيذ بعد داق تبدأ تعمل منتر وتخطط بتعمل تشك للحاجات اللي انتج المشروع بتاعك سواء كان الحاجات مادي أو خدمات يعني مثلا تدريب تدريب المعلمين في ولاية الخرطون مثلا معلمين ضياضيات داق تمام بعد داق بعد ما بدأت خلاص الدورة بدأت بتاعتك وتجي تعمل تشك إنه الدورة تحت اللي الانتاج بتاعها دا تمام ولا ما تمام بعد داق عندك المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة الكلوزين إنه تدفل المشروع بتاعك تمام طيب ديل كانوا يا جماعة خمسة في المنهج اللاسي حاليا دا خمسة في المنهج الجديد اختصروا يا جماعة لكم لثلاثة تمام طيب نجي نشوف الثلاثة ديل شنو أول حاجة البيبون اللي هو الناس اللي هو الناس اللي هو الناس اللي بكونوا بيديروا المشروع صاحب المشروع الستيكهولدر الناس اللي لديهم علاقة بالمشروع الناس اللي بيستفيدوا أو يتضرروا من المشروع تمام دي واحدة من الدومن واحدة من الدومن بتاعت المشروع دي فيها كم كم Shh correctly تصف فيها 14 يعني 14 دريس في الحطة بتاعت البيبل دي في 14 درس نجي تاني حاجة اسمها البوريسيس البوريسيس اللي هي ذات الحاجات اللي بتشغل لك المشروع ده تمام دي فيها 17 درس دي 50% من المنهج كله عندك الحاجة الاخيرة البيزنس انفيرومنت الطبيعة ذاته بتاعت البيزنس اهل تعليمي صحي صناعي مالي تطوعي زراعي تمام دي كم دي 8% دي كلهم بيعملوا 50% شوف زمان كانوا خمسة في المنهج القديم اللي هو اللي حينتهي اسعي دي في المنهج الجديد حيكونوا ثلاثة طيب واحدة يا جماعة من المنهج الجديد دخلوا فيه الاجائل زمان الاجائل في المنهج القديم ده يعني لمسة كده بس بيشرحوا لك بس الاجائل دي شنو تمام لكن السعي دي 50% من المنهج الجديد 50% حتكون ااجائل فهدي ضربوا بيه عصورين بحجر يعني عرفوا ان طبعا هم المنهج ده بتغير كيف ما بغيروهم بمزاجون كده نسل بيهما يقول والله يا خلاص اوكي نحن المنهج ده عنا دا قيدين لوا خمسة سنة مغيرو بياخدوا الفيدباك من الناس اللي شغالين في المشاريع تمام بياخدواها من منو بياخدواها من جمعية الابحاثة الامريكية جمعية الابحاثة الامريكية دي جمعة بتمشي بتعمل السيرفيز بتعمل الكتوشنير بترسلوا ليه مدراء المشاريع بيعرفوا انو المدراء المشاريع ديه المحتاجين لشنو تمام بعد ذاك بيقوموا برسلوا ليه شنو بيرسلوا ليه حاجة اسمها المجلس القومي لتقييم التعليم في امريكا بيقوموا بغيموا المنهج ده بيشوفوا والله فعلا المنهج ده بينفع لمدراء مشاريع ولا ما بينفع بيشوف انو يحتاج تنقيح ولا ما محتاج تنقيح بعد ذاك بيقوموا بيرسلوه ليه ناس اللي بيه ماي يقول لهم ما اسمعوا ده المنهج الجديد ناس اللي بيه ماي ما عليهم إلا يطبعوا المنهج ده ويعملوا عليه كنترول تشك يشوف انو كله تمام بعد ذاك يبدو يبعوه للناس ويعملوا الامتحان من ضمنه تمام فهذه الطريقة يا جماعة المنهج بتاع البيمي او بتاع البيم بي بتغير تمام فالامتحان الدورة الجديدة يا جماعة ان شاء الله حتبده في شهر واحد للناس اللي في الفيسبوك التسجيل فيها يا جماعة نحنا حنعلم من بدري فيه فورم حنرسلو في الغناب بتاعت التليجرام وبرضو حنرسلو في الصفحة بتاعت المبادرة تمام وهي صفحتي الشخصية فأي زول عايز يحضر معانا التورسي ده مرحب بيه لكن يخد في بالو انو والله هو جاي مخطي في عمل التورس هو عايز امتحن الامتحان هو عايز انجح تمام عشان الناس تمشي لي قدام وتشوف الحاجة الخطوة البعادة طيب زي ما قلت لكم يا جماعة نحن حنعمل لما نجل الخلاسة ناخد المنهج اول ما يجينا المنهج المنهج يحجينا ان شاء الله في شهر واحد اول ما يجي المنهج حنعلن للدورة في السوشال ميديا تمام اللي هي في الصفحة بتاعة الفيسبوك بتاعة المبادرة حنعمل في الغناة بتاعة التليجرام اي زول حابي انو يخش معانا في الغناة بتاعة التليجرام مرحب بيهو وحنرسل واحد من الشباب عباس عامر سوارده كلهم مدر في بتاعنا التليجرام ممكن يرسلوكم اللي في نفس هنا في اللايف ده ذاته يعني تمام طيب الولانتير قبل شوية قام باشمانترس احمد عادل كتارخيرو قال انا معاكم معز باش مهندس معيز قالانا معاكم عامر قالانا معاكم سوار قالانا معاكم عباس قالانا معاكم طيب يا جماعة أنا تواصلت مع ناس البيع ماي تمام قلت لهم يا أخي نحن غيرين نعمل الامتحان ده في سودان تمام طيب نحن عشان نعمل الامتحان ده في خطوة قبل الامتحان مفروض نعملها نعمل حاجة اسمها chapter chapter دي اللي هي زي يعني فريع من فروع البيع ماي يكون في سودان تمام طيب الفريع ده أول حاجة أنا رسلت ليهم الخطة بتاعته طبعا هو هيكون منظمة غير ربحية تمام بيسهل للناس انه نمتحن في سودان بيسهل للناس انه والله يبعدوا السودان نزارك يدخلوه في الاستاتيستيك بتاعة جميعية الابحاثة الامريكية مدرى المشاريع يعني اي دول شغال مدير مشروع في سودان وهو عنده شهادة الجميع دي تتواصل معاه عشان تاخد يعني تاخد الفيتباك بتاعه ويدخل ذاته في الشغل بتاع المنهج تمام طيب هما عايزين شنو ناس البيع ماي يا جماع نحن عشان عملوا لينا الشابتر ده في السودان عايزين يكونوا خمسة وعشرين نفر عالين أجل دي لكون أعباء في البيع ماجي تمام يعني أسان عندي معيز عندي عباس سوار عادل عامر دي كلهم دي لأعباء في البيع ماجي تمام وهم سيرتفايت دي لبكونوا نواة للفرع إن شاء الله بإذن الله أنا بعد يعني كم يوم كده حنجي نعملين كده اجتماع برانة كده عشان نبدأ نجهز كيه الفرع بتاعنا طيب بعد ما عملنا الفرع دي يا جماعة إحنا حنقوم نتواصل مع حنقوم نتواصل مع حاجة اسمها شركة اسمها تيرسون تيرسون دي شركة هنا معانا في شركة بريطانية هي دي بتعمل لك الامتحان يعني نسأل بيه ماجي برسول لهم الامتحان ثم تعملوا الامتحان ممكن بالعربي كي تقول دي للمراغبين بتاعي الامتحان دي لنا تواصلت معاهم تمام ووريتم إنه يا جماعة إحنا خلاص الساعة سودان طلع من المستر تاعت الدول الداعمة للإرهاب ورسلت لهم الرابط تمام قلت لهم يا أخي نحنا عايزين نعمل الامتحان دي تاري يكون في سودان اللي هو مبادرة الباحثين السودانيين مسجلة في سودان نحنا عن طريقة حنعمل مركز بتاع الامتحان هنا اللي الناس بتزار في سودان لأنه السعدي الناس ضررت كتير جدا جدا يعني فيه ناس جاهزين دارين يمتحنوا من السودان لكن ما بقدر يشافروا لعضة ظروف زنبون شنو يعني الامتحان دي ما يكون في سودان والامتحان لما يكون في سودان يجب أن يزول امتحنوا في بيته يعني ممكن يكون قاعد امتحنوا في كمبوتر بتاعه امتحن اعمل الامتحان تمام فعشان كده نحنا الجهود بتاعت الشباب النجحه دي محتاجين لها محتاجين لها محتاجين لها غير إنه هم زاته يشاركوا في الدورات الغادمة يعني أي واحد من الشباب ديال عايز يدرس محاضرة محاضرتين مرحبه يعني ما فيه مشكلة طيب انا قردت انتهي يا جماعة دي اتكلمت عن الحتة بتاعة مراكز الامتحان إن شاء الله تكون في سودان قريب تمام وهم حاجة يا جماعة الناس تعمل شير تمام يعني هنا في مسأل مسأل ببولك شيري سفير يعني وزع الخبرة بتاعتك اللي اكتسبت هذه وزع إنك انت والله يا أخي استفيدت من الامتحان ديشنو استفيدت من الامتحان ديشنو تمام وزع للناس اللي بتعرفون شجعون إنه هم ذاتهم على الأقل لو الواحد ما عايز ينتحن أو ياخد الشهادة يكون على الأقل عنده خبرة في دارة المشاريع زي ما قال واحد من الشباب بابو ذكر عامر والله منه قال هم حاجة استفيدتها في دارة المشاريع اللي هي دارة الوقت اللي هي تايم ما نجميه تمام شكرا جزيلا يا شباب أنا كده انتهيت من السلايج داعتي كترخيركم لو في أي سؤال يا جماعة الناس المعانا في الزوم مرحب بيهم والناس في الكيسبوك نحن فضلينا زي يعني ممكن تاني ربع ساعة محمد صددل محمد عثمان السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله في البداية نحن نشكر لأخونا دكتور ياسين أن الحقيقة التجربة بتاعة الـ PMP بالنسبة لي يعني كانت رفريش لي كان القديمة يعني أنا أنا ممكن إذا طعتت من المجال التقصيلي العلمي تلك فترة يعني أنا تخريكت 2000 يعني أول ما تخريكت كنت نشيط يعني عملت ماستر وتاني بعد عملت ماستر تاني في 2009 غريبا لكن من 2009 مع مشاغل الحياة والشغل والجري الناس اتقطعت من المجال الأكاديم شوية بالنسبة لي الدورة بتاعة أخونا دكتور ياسين كانت يعني هي تشجيع رغم أنه أنا مسجل لي دكتور لي عشر سنين والحداشر سنة وقفتها برضو مع ظروف الشغل والجري فالدورة دي كانت بالنسبة لي دافعة قوي جدا أنه ترفريش على الكنل بتاعة الدراسات دي والحمد رغم أنه أنا عملت الكورس بدري حتى كنت جاهز لأنه مسجل في BMI من بدري لكن ما كان عندي العزيمة ولا كان عندي الفكرة بتاعة تدارت الوقت بأصورة سليمة فالدورة بتاعة أخونا دكتور ياسين كان لها دور كبير في أنه تزول يقدر يفكر فيه أنه يدير وقته بأصورة سليمة الامتحان فعلا محتاج لتركيزه ومحتاج لأنه الناس تكون يعني تدو زمنه السيناريوها بتاعته فيها صعوبة شديدة فالناس بتحتاج أنه تكون جاهزة له فالشكر يليك يا أخونا دكتور ياسين على مجهودك ربع نجال الحسناتك هو الحاجة وأي زول يعني ما في شيء صعب لو الناس يعني خطط الهدف جدامه وخطط بلان يعني بتاعتلم المشاركة بتاعتمد على البيع ما دام عندك بلان واضحة هتصل لها يعني أنت محددينه عندك مقدار وادي هربية مبيان وندك بلان انت هتصل للدستيناتشن بالتأكيد فتبقى انه بس انت تكون قميته زي ما قالتك في الاسلائس القبل شوية للهدف بداعك ودي بتكون مرحلة لك يعني في الحياة انه يعني ادارة المشاريع بتفيدك في اي شي في حياتك في بيتك في دارة زمنك في التنسيغة السليم في فيها يعني كوايد كتيرة وانا بانصح بال لانه بتفيدك يزول في اي مجال ايا كان المجال بتاعت الخصص بتاعك انت بتستفيد منها بصورة مؤكدة يعني فالشكر موصول لأخونا دكتور ياسين تاني وصراحة يعني انا بالذات غايته على المستوى الشخصي استفدت من الدورة بتاعتك بصورة كبيرة لانه يعني رجعتني للتراك يعني يعني رجعتني للتراك يعني ما عنده مشكلة في انه اقرى ما عنده مشكلة لكن مشكلة الزمن ودارة الزمن يعني انه حتى القى ليه ساعة أو ساعتين في اليوم كانت مشكلة بجيت قميتة مع اخونا دكتور ياسين انا مرات كنت بكون في الشارع بكون مواصل معه في الدورة اخونا دكتور ياسين يتذكر الكلام انا اكون متحرك حسب فرق الزمن نعم فالشكر ليه وليكل الاخوان بالمجموع وان شاء الله يعني نضع الله دوام التوفيق لي كل من يعني لكل مجتهد النصيب في النهاية فربني وفق الجميع ومنياتنا للجميع بدوام التوفيق في كل الأمور الحياتية شكرا أشكرا طابعا عن المداخلة اللطيفة ومحمد هناك سؤال التحدث التارجمة انتذكر أمسان خالد ما شكله ما قدري جيين الليلة قتل خيخم فطورة الناس يا جماعة اللي بتوزيل تاني عن التسجيل للدورة النساء نحن ما فتحنا التسجيل إن شاء الله نفتحه في بداية السنة زي ما قلت وعندنا نجماعة رسلتوا لي في الخاص في الواتساب أو رسلتوا لي في فيسبوك أنا قاعد أرود يعني الحمد لله مقاعدة فنميزان إلا أكون بس بعيد من التلفون أو إنشغالته كده لكن برود على أي زور باشمان ديز عامر سلام عليكم باشمان ديز عامر بعد الحمد والسناعة على الله سبحانه وتعالى يعني صراحة الواحد ما قادر يكشيكم حبكم بأي كلمات أي نوع من النوع الكلمات ماعتقد أنه تكفي وتشيل جدر الحاجات الجوانة لك سواء كانت عن صديق سيادة المبادرة كل من يشارك المبادرة يجب أن يتقدم يجب أن يحساس للشباب السوداني أنه يبقى حاجة يعمل لبلد وحاجة كويسة أنه يكون نواق لمشروع حقيقي لنجاح حقيقي للبلد في أي حد إذن الله أنا ماح أطول على الشباب أنا عملت أجندة بالنسبة للجماع حاضف حاتف حيات بفيفة جدا حتكلم عنها اللي هي الرغبة الواحد لازم يكون عنده رغبة فعلية مع الرغبة نفسها لازم يكون في عزيمة ضوية جدا على الحاجة دي لازم يكون في التزام التزام فعلي يعني التزام فعلي يعني أنا بكون تكون قاعد كده تلزم نفسك بأنك تعمل الحاجة أنا بأعتقد أنه عدد شاعات 5 شاعات في اليوم في طاية اللي هي تبدو ترعا بمفتاح البداية أجمل حاجة ممكن الواحد يعملها من الصباح اللي هي 3 صباح ساعتين صباحا من 3 ساعة المسر والشاعة الور أنا بأعتبر إنها فترة كافية جدا بضيف حاجة للناس اللي ممكن تكون شوية منزعجة من الموضل بتاع اللغة أي نعم اللغة بتاع الانتحان ممكن إذا شاء اللغة العربية ولغة إنجليزية اللغة ركيكة جدا في اللغة العربية بس برضو يعني لو عندك كلمة حفوة في كلمة ما قدرت تعريفة ممكن ترجع للغة العربية ويتفيدك ويكون عندك هاجس تجاه اللغة الإنجليزية إن أنت حتكون خاشة وطاشة شبكة في الموضوع لا خدتها معاك ما بتضر في اللغة العربية بإذن الله بالنسبة للرسومة الانتحان هي تدريبا حوالي 460 دولار أنا طراحة الأكتور برضو قدم لي دعم كبير في الموضوع بعد ما هو نجح وكذا وبعد ذلك طوالجين الجارين وراه الشباب إن شاء الله باقي الشباب إن شاء الله كلهم سيكون عندهم المتفاة من فشوة بإذن الله أهم حاجة في حياة الواحد إنه ما يكون دائما خاتل لنفسه عزائح يعني أنا ممكن أخذ بنفسي إنني أنا عزر يا أخي ما تتطبق معي خلينا شوية طيس لا العزار كله ما ينتدخذ بنفسي بعزر في الناح هتكون في نصف النقطة ما حتى تقدم لقدام بالنسبة للأنا طراحة حاسة إنه الموضوع ده مسؤولية كبيرة جدا وبدت بدت دوانا تتعظم المسؤولية إنه إحنا لازم نكون يعني زي ما قلت نواء لأنه بيكلمة بيحافظ معنوي بيحافظ مادي بيجوز من زمننا بأي حاجة نحن مستعدين وصراحة إنه الواحد بفرح بفرح كثير جدا لما نحس بأنه قدم حاجة لبلده قدم حاجة لأخوانه لأصدقه أنا حبي معلش جماعة أنا شوية ممكن أكون طولت عليكم بس أخذ حاجات بشكل أجندة بشكل أجندة طبعا عندي واحدة من الحياة اللي تعلمنا منك دكتور الأجندة أهم حاجة طيب زي ما قلت هي مسؤولية جيدة عظم معنا كل وقت تمام أنا عاوز أي واحد عنده عاوز أخش بتاح الدراسة البي ام بي لو سأله اسمك من يقول أنا اسمي بي ام بي لو هو ماشي في الشارع يقرأ البي ام بي في كل حتة قدامه أهم حاجة تحس بأنه هي صراحة براها كده حتدخلك في شغف بتاع أنك تكون نايم ترطح ساعة 2 صباحا تلقى أنك في حتة معينة حسبك نفسك ضعيف فيها عاوز تقرأ حتحك بالشغف لما تدخل في الموضوع فعليا صراحة أن الموضوع كان يحصل معي تلقى نفسك عاوز تعمل حاجة وأهم نصف كمان برضو عاوز أتسلم عنها أنك أنك ما تنقطع حتى لو نصف ساعة في اليوم حتى لو نصف ساعة عندك عذر قهري لازم نصف ساعة تخش على برضي وبرضو من كم الحاجات نزل المقاطع بتاع B&B بتاع الدكتوريات أي محتوى أنك حتى لو جميل بالنسبة لك ممكن نزل بدل الأغاني التي تسمعها بدل أي حيات تسمعها بدل الراديو التي تسمع فيه خلي حياتك بقلوثين على B&B حتنجح 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 بإذن واحدة أبع الأوراق خذتها في جزدان جنب البروش إذا لما تذهب لك شوية بروش تقرأ ورقة صغيرة ممكن تأخذ معلومة وتكون بالنسبة لك حاجة حتتذكرها حتغوش الامتحان حتتذكر أنه والله أنا لما أخذت تخصي لعشرين باشمهندس عامر طبعا باشمهندس عامر أول ما بدأنا الكورس كان في حاجات كده يعني بتدعبه جدا جدا يعني ويحاول ويصير ويقول يا أخي الشباب محمد محمد ابتسم ينه شكلك إذكرت عامر لا دي دقيقة أنا ما وقع علي الذي كان عنده شنو يعني أكتر حاجة يعني مكافح مكافح بيحاول يفهم الحاجة الثاني بعد ذلك قال والله يا جماعة البيم بي خشلتين في حياتنا الواحد لو دار يعمل الشاي يكون بيعمل المسيد اللي يجب بتاعت البيم بي فاس انت أسمع صلاح ممسكينك صلاح برضو بعد تطبيق فيه البيم بي حاسة شديدة الله دكتور الدقيقة العافية أخي شكرا شكرا كتر خيرك فيزيول يا جماعة داري شارك لو حاب طيب يا جماعة الناس التسجيل لو انت عايز تسجيل للبيم من السودان ممكن عادي التسجيل ما فيه مشكلة نحن بس مشكلتنا في الامتحان يعني انت ممكن تسجيل ما هو بصايد عادي في السودان في أي حتة في العالم ممكن تسجيل لكن نحن بنتكلم عن الامتحان المتيريالس بتاعت الكورس يا جماعة كلها نحن موجود عندنا المنهج القديم اللي هو حينتهي يوم بين هاي السنة ان شاء الله أول ما نبدأ في المتيريالس تصلنا المتيريالس بتاعت المنهج الجديد ونحن نعمل المتيريالس بتاعتنا أكيد نحن نعمل شير معكم حتكون في التليجرام وحتكون الناس المعانا في الكورس حتكون في جوجل درايف إن شاء الله ما فيه مشكلة ينتفضل يا سيدة ميرا طيب مساء الخير عليكم كلكم وزملاء أنا في الجروب ومساء الخير عليك دكتور ياسين دكتور أنور سعيدة جدا والله بأنه في ناس من انتفعتنا أنه نجح رغم أنه الواحد أول ما يخش الكورس بفتكر أنه الامتحان صعب ونقدر لك سنة تاني قدام عشان تقدر تمتحن فالدون أملي في أنه نحن ممكن ننجح في فترة قصيرة أنا يعني عايزة أول حاجة طبعا دكتور ياسيم مدين 100% من ونفهم بالنسبة ل الكورس الحاجة التي لا نفهمها ونفهمها ونفهمها الكورس رغم أنه حاولت أنه حاول أنه قبل ما سنة تنتهي مثل دكتور ياسيم أنه المودول الجديد سينزيل لكن طبعا الزحمة تحت الشغل وكدا فما قدرت لكن أنا بالجد الحاجات التي أخذتها في الكورس أنا استفدت جدا من في النواحي التي تحت شغلي من ناحية البلانيج من ناحية إنو كيف تمانيج التيم يعني بطريقة أحسن في معلومات كثيرة في قاب كانت عندي أنا بجد استفدت قدرت تفليد بالنسبة لشغلي وكلام في إنو جماعة أي زور حي سجل في الجروب سجل مع دكتور ياسين في إنو المهمة لأول حاجة لأن دكتور ياسين بدي يعني ده جزء من وقته الخاص بيحاول إنو يساعد بي والشباب السودان أنا بفتكر إنو دي يعني حاية ما هين بيكون في شريح وفي بيعمل امتحانات والامتحان بينزله في الكلاسروم لغاية الثاني يوم ويصححه فأنا بفتكر كونك إنك تي وتكون يعني عايز تدي 20% من وقتك أو معلش يكون اهتمامك 30% بتبقى أنفير يعني بالنسبة لدكتور ياسين وحتى لناس التاني فأنا بتمنى إنو الناس فعلا يكون عندها التزام ده لازم ده نقطة مهمة جدا بالنسبة للجروب وإنتو ما حتندمو حتستفيدو مقترحي لك يا دكتور ياسين عشان موضوع ده تمسكوا بهم الرقوات زي ما بقولو الفورما بتاحت التزجيل حتنزلها أعمل التزجيل في إنو أنا ألتزم بإنو أنا أحضر مثلا 90% لأنو إحنا عارفين الناس في السودان بيكون عندها ظروف بتاعت مرات الإنترنت بيكون كعب وكدا ويعني أنا حتا مرات بي كانت في كمين مرات لكن على الأقل إنك تتلتزم بإنك أنت تتحضر 90% الساعات بتاعت التريني وكدا وهو لما هنا أنت كدا التزمت لو تخدت لهم شروط في النهاية بقولتاني للشباب مبروك لكم جدا وأتمنى إنو رغم إنو ممتحنا لكن إحنا سفيدنا لو في أي حاجة إحنا برضو ممكن نسأهم بها في القادمة فإحنا تحتى الخدمة لو في أي معلومات لسوا لك you want to reflect بالنسبة لهم يعني إحنا تحتى الخدمة وشكرا جزيلا لكم كلكم الله يديك العافية أستاذ أميري طبعا يا جماعة عندنا خبرة كبيرة جدا في دارة المشاريع هي بس ما عملت الامتحان لكن المذك لو مشت امتحنت ستنجح من أول مرة لأنه يعني في شغول في الشغل بتاع المنظمات الشغل بتاع المشاريع اشتغلت فيه كثير جدا وساعدتنا كثير صراحة يعني في الكورس ساعدتنا يعني والله مساعدات كبيرة في الشرح برضو في الباكب والحجاب يديك العافية أستاذ أميري دبلي ما أمشي لك يا عباس في مي مي عامل تصدري شايفيكم ترافع يديك ممكن تعمل يا أمي يوطلي يا نفسك الواحد ساي قال الكلاسروم ده شنو الكلاسروم ده يعني بحاجة في افتراضية في بوجل الطلبة كلهم بشاركوا فيها بني خطت لهم فيها الأزيلة وهم بيجاوبوا وبعد ذاك أنا بصحح لهم هناك يعني تمام فهي زي الحاجة افتراضية طيب ماي ما وجوده طيب عباس تفضل دكتور أنا عايز أضيف للناس اللي نجحوا في البي طبعا أحلى شابتر في البي البي شابتر ريسك 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 مانيجمنت إدارة المخاطر أيوة فناس البي ماي عندهم طبعا كورس خاص للريسك طبعا أنا أحمد أنا مستغرب بتالحد الآن ليه ما أخضص ريسك خلال شهر تخلص الريسك بالمناسبة يعني أهم 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 كورس بعد البي بي كورس الريسك مانيجمنت ريسك فأنا أشجعكم أخوان أخوان ريسك ريسك ممتاز يعني محاضرات كل شيء يعني وساهل جدا في خلال عشرين يوم ممكن أنت تمتحن وتخلص ريسك الريسك مانيجمنت فأنا سأختراحي أنكم تبدو في الريسك مانيجمنت ماذا أنتم خلاص البي المنهج حياء من نسبة لكم أي حاجة أنا مفضل أنتم تبدو في الريسك مانيجمنت أحمد ممكن يورينا أكتر كمان لأنه أحمد لا تجاهد رافع يده هاي جدا ماشترا صبرا طوالي أحمد السلام عليكم مانزل محمد عثمان زي ما قال بعد ما تقفع بيجت مشكلة لأنه فترة طويلة ما درس بعد راجع ثاني بعد فترة طويلة الواحد لما نجيب مشكلة بس ريسك أنا صراحة قريت الكورس قريت فيه 90% حال صغير الانتحان ممكن أمدحل في أي وكيد بس وصلت في آخر لحظة وقفت منه لأنه صراحة لأنه ما لقيت نفسي أنه أنا ستغل فيه حاجة يعني في شغلي دائرة وصراحة لو كمعلومة أنا شايف الموجودة في البي مبي كريسك كافية جدا جدا للواحد إن كنت تمشي تمتحن الرزق إلا لو أنت مجالك فعليا في الرزق ما تقليلا من الشهادة لكن صراحة ما شايف فيها نور جايدة عن البي مبي إلا لو إدارة المخاطر في التحديد في شركته هو شغال في إدارة المخاطر أو مدير إدارة المخاطر لأن صراحة لا يبقى تجميع بتاع الشهادة الناس لازم تعرف البي مبي تدخل في كل الحاجة لازم كل الناس يكون عندها البي بعد البي مبي كثير من الناس يحمسون من الاشكالية ويشوفون بيخطمة الحماس الذي فيه كما قال باشموندس عباس فوال يقول لك صراحة تجاريا الموضوع سهل جدا كما قال الأسبوعين يمكن تنجيز في أقل من أسبوعين لو أنت متفرغ لها تماما لأن البي 50% 60% من النور لكن لازم تفكر الشهادة ستفيد منها ما سأعمل بها ما يبقى الموضوع بس عبارة عن تجميع شهادات وانا شهادات عالمية عباس ناقشنا قبل كده والأجائل هي في بجالك أكثر يعني الشهادة بتفيدك أكثر شديد في مجاله لأنه شغاله في الإيتي والكميوتر وفيده جدا صراحة فأي واحد صراحة بعد ما يفضل البي بي لازم خلاص با دفول لازم تأخذ التفيدر المشاريع كل المترجم فيها ومفتن فيها أنا من وجهات نظري أنه بعد ما تنتحن البي بعد ترى أنت الأكثر حاجة محتاجة لها شنو الأكثر حاجة بإدفلك شنو وخصوصا أن الشهادات دي أسعار ما رخيصة يعني حاجة ما هين يعني رفت علي فإنك الدكتور ياسين عنده البي ياسين نحن الطائر المباس ومدي وكذا في ناس يعني ما بيحتاجوا لها تمام وإن كان هي أنا بحث أنا في نظري شخصية أن أي مفروض يكون على الأقل حتى لو ما عنده الشهادة بتاعت البي يكون عنده خبرة في دارة المشاريع لأنه يتفيد في عاملك زي ما قلنا لكن معدد الهواية بتاعت تجميع أنا مثلا عندما أخبرت عندما أخبرت إنتربيو وكذا للناس ونقبل في الكلية وكذا في الشغل كان من إدخال عندما نجد زول يقول لديه شهادات كثيرة جدا شهادات أصلا ما لديه علاقة بالمجال بتاعه فمن نقول أن زول ده يعني أفكاره مشتتة وزيدا النوع زيدا لو جيد شغلته أنا لم أرغب أعمال عباس هو المدير المشترات أنا لم أرغب هذا زيداب يعني كذلك مدير شركة أو مدير أو رئيس عندما يكون زيداب خويفة أيضا لديه شهادات كثيرة في سيدي ربنا يبارك لكن عندما تقديم هذا موضوع ثاني لما تقديم شغل شوف المطلبات وخذ حاجات مطلوبة لأن هذا تنزل سكور في الوظيفة واتفك مع كلام باش مهندس أحمد ما يشهاد نحن محتاج لأن بكالاريوز أول عملت سيسكو عملت عملت كلها لأن كنت محتاجة لها وشتغلت في التدريب بعد ذلك عندما جاءت التدريب أو التدريب أو التدريب أو التدريب كلها لم يكن لديه لأن الشهادات أو التعليم أو التعليم أو إدارة المشاريع أو إدارة المشاريع وطهت من أن بخاض ونحن إبيت المشاريع مثلا الأيت والل عملها في إحداشر يوم لكن لم أفادت لم أحزوب لدي لم أخرج لأن لا لن حسنا جدا جدا انه الاحد يراه انه محتاج ليشينه في الشهادات وقدر الشهادات عنده عندما نأ hotspots شكراً على المداخلة الجميلة طبعاً فيه ناس متخصصين ايجمعان احنا كان جبنا في البوبادرة جبنا أخوتنا أستاذ ريم ريم ما شاء الله يعني هنا شغالة في شركة كبيرة جدا في الموالدة البشرية فجبناها مرتين يعني عملت ويركشوب إنه كيف الناس تعمل السيدي بتاعتها فممكن ترجع لللايفات بتاعتها بتكون موجودة في الصفحة بتاعتها المبادرة كمال يتفضل شارك طيب سلام عليكم بس لاحظة بس ما عليش قبل ما طيب عدم يا جماعة تشوفوا نحن مرات من خطل نفسنا يعني عقد مما فيه مثلا يعني أصي مثلا سلمة قالت كيف ممكن نتخلص من عقدة عدم الخبرة وكيف بتجي للواحد السيغة إنه ممكن نشتغل في المجال ده طبعا بيشنوا أول حاجة الواحد خطة السيغة في نفسه إنه مهمة جدا جدا مهمة إنه الواحد يخدت السيغة في نفسه السيغة بتتبني لك من الحاجة اللي انت قريتها تمام مجاهز عملت كل الـ تمام لما تمشي للامتحان خط نفسك إنك إنت حتنجح ليه ما حتنجح ما أنا خلاص أنا قريب عارف كل شيء تمام أنا أنا لما أذكر والله لما بديت الـ بم بي بي أعمال أقرأ فيها وكفيدة ومشيت اشتريتها لقرص ويضت الخطب جاء واحد زمينا قال يا إخ انت مجنون والله شنو شنو اللي بدي أعمل الكلام الفارغ فيه لك وذول صاحبي يعني كان ممكن شروط أنا بديت كلامه ده بدي يأسر فيني قلت يا أخي اسمع أما هو أسر فيما شغال شغال معاي وممكن مرتبه زي مرتبي أنا طائب نفسي ليه؟ لكن ضوالي سويتشوب وقلت يا أخي اسمع هو الكلام مفارغ وأنا ما أشتري بها حواصل في الحاجة بتاعتي يعني تمام؟ تفضلي سيد أمير عزد عاطبي على الحتة بتاع السيقة دي شكرا يا دكتور والله اعتقيته ما قسرته ديته جراعات كويسة والله مسألت السيقة بالنفس هي فعلا فعلا يعني بدرجة كبيرة بترتبط بالناس الحوالينك فإنت دايما حاول أبعد من الناس السلبين بعدينك لما تجيك فكرة إيجابية حاول تفتش على ناس ممكن يكون عندهم معرفة بالحاجة دي عشان يكلموك عنها حيض دايما نفسك بالناس اللي انت بتحس إنهم فعلا طموحين وهم ذاتهم في نفسهم بيمشوا لي قدام يعني لما تلقى زول هو نفسه في حياته هو راجع لي ورأوه في نفس المربع ليه مثلا فترة طويلة فده ممكن من كده بحكس لك إنه هو إنسان ما طموح فإنت ممكن ما تلجأ لي رأيه خليك دايما إيجابي خليك مع الناس الإيجابيين خليك مع الناس الهم من ضمن الـ area of knowledge حقتك أور نطاق المعرفة الإنت عايز تمشي فيها لي قدام بعدينك زي ما بقوله دايماً يعني طريقة النجاح ما طويلة يعني you take baby steps خلي اخد خطوة خطوة ما لازم أنت تتنط خطوة كبيرة قسمها لخطوات صغيرة يعني ممكن هسا أنت تبدأ بالكورس بتاع الـ PMP مع دكتور ياسين وما في أثناء الكورس إحنا ما أخدنا الكويزيز الصغيرة الكويزيز دي برضاها بتدي ثقة بالنفس يعني اللي هدي حاجة صغيرة بتمتحني أول مرة ممكن ما تجيبي من 10 درجة كاملة أو تجيبي 5 من 10 كويسة أنت تاني يوم لما تحلي مع دكتور ياسين مثلا معاك لما نحلكنا والإبتحان البعديو إحنا طوالة بنلاحظ في تحسن لأنه في معلومة مثلا كانت غايبة عننا أو لأنه في الكورس كان جديد على بعض الناس فالزول دايما ما يفكر في إنه ينط نطة كبيرة النطة الكبيرة إن تخلي القول دايما بيكون هو في المسافة البعيدة لكن بتقسموا عليه شوط صغير مائل ستونس صغيرة صغيرة لغاية تتمتصر للقول فدي نصيح تليها والحاجة تاني كان عندي سؤال لك يا دكتور ياسين إذا إحنا ما قدنا نمتحن هسا وطبعا الموديوست الجديد حينزل فهلا إحنا هنحتاجين ولازم نخوش الكورس بتاع المدول الجيد عشان نمتحن الامتحان الجديد؟ طيب شكرا جزيلا على التعقيل لذلك الجميل تلعادة التغيير الراديكال تنج التغيير العضلون على سلبية ماج تغيير جدا 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 لأنه في حاجات كثيرة تغييرت وفي حاجات جابوا فيهم اللي هي بيقى 50% منه اجايل و50% منه ادابتي ما يصدها المواصد الإجوية وركزوا على البرسيس البرسيس أدوها 50% البرسيس الزمان بتاعتنا بتاعت المشروع الزلاطة قاعدة خويس تلعها 50% لكن ادوا الـ الـ people ادوها 42% اللي هو الـ stakeholders والـ الـ project management team والـ 대يل كلهم والكسط filming ادوها 48%, اتنين في المئة ادوها للـ business environment تمام ودا دا بخلينا جاء بسؤال بتاع باشه مهندس حايدر يفيدك كثير جدا بالذات انت في التخصص بتاع المشاريع البرمجية اهو شفت مشاريع برمجية انت عشان تعمليك مثلا مشروع بتاع تطبيق او مشروع بتاع برمجة او حاجة معينة انت محتاج تطبيق فيها البرجيكت منيج منت المثالي فانت انت محتاج له كثير يعني الكورسي دا والبمد كمال يتفضل حديثنا كمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يكرمك يا دكتور يا اخي جزاكم الله خير وسعيدين بس مع صوتكم والشباب الناير كله يعني طولنا من صوتهم ومن القروب والشباب من هاي الكورس اه انا والله في البدي يعني داري هني كل الشباب اللي النجحوا ونتمنى لهم حياة عملية موفقة وفرحانين شديد يعني خاصة من الشباب اللي كانوا معانا في الكورس فبهنيهم كلهم وبشكر دكتور ياثين كثير على يعني على المجهودة اللي قدموا لينا وما قصر كتير جدا جدا وكان يعني صبورت في اي لحظة يعني تبتب بتوجده برقم الظروف اللي هو فيها وضغط العمل والشغول فجزاة الله خير كتير يعني وانا قلت اشارك يعني اولا اشكره كتير دكتور ياسين ودكتور رانور على المجهودات اللي بقدموه يعني كل ما الواحد يعني تخج عليه بتلقاههم بفيدوه بيدوه وخاصة انا والله يعني دكتور ياسين الطرق طليه كتير انا كان مفروض يعني بدأت افكر في انو امتحل في حين ان انا اصلا ما اشتغلت شغل عملي في النهاية اشتغلت شغل يعني خاص فكان بفيدني شديد فقلت انو بفتكر انو الشهادة بالنسبة لي اقراها فهدتني كتير فكون امتحل انو انا شغلي شغل خاص ما حد فيدني كتير بانو لي انا لو امتحنتها اخدت اشهادة لكن الحمد لله انو استفدت منها كتير اتبت حيات كتيرة وفي نفس اللحظة افادتني في حيات كتيرة يعني انا اخشيت كورس بتاع ماجستير كل الدكتور عنده علم بيه ونفس التخصص بتاعك بتاع البكلاريوس الدكتور نعم فكان في كورس كامل بتاع بتاع استراتيجيك من اجمال فيعني الحمد لله كان يعني الكورس افادنا كتير حق الدكتور حتى لما كان عندنا موزعين قلوبات نحنا نشتغل مشروع او نشتغل كيس استضي الكيس استضي يعني كنت لما بد يعني كنت ابدل الناس كيف يعملوا وعارفين شنو فكان كنت كيف يعملوا كيف يعملوا كيف يعملوا كيف يعملوا ففيتهم يعني احنا انجزنا في وقت وجيز بالنسبة لل كيس فالحمد لله يعني استفيدنا وده كله بمجهود الدكتور يعني جزاوا الله خير وجزاكم كلكم خير يعني على الشباب وعلى الخدمات يعني كثيرة احنا لوحد يعني كان بيتطلع على الشباب بيتشيرون وبيتكلم معاهم في بعض الحياة ويعني ونمت علاقة ممكن ما تكون علاقة مغابل لكن بيقيت في علاقة قوية يعني الواحد بتزاله بيتذكره في الوصاب بتونس معاك فالحمد لله نعم فانشكركم كثيرا انت عارف يا كمال جزاك الله خير يعني على الكلام الطيب يعني أنا مخصوص جدا شوف عباس استفاد من أحمد تمام نعم السوار استفاد منه استفاد منه عامر وين كان هم أصحاب يعني لكن يعني شوف التشبيك بتاع بتاع النتويرك اللي تعمل ده حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا وأنا متأكد انه اللي قدام هتبقى حاجة جميلة يعني هذا الهدف الأساسي بتاع نحنا كلنا لما الناس دين مثلا أو نتلموا كلنا في المبادرة ونتلموا كلنا نعمل كورس ونجي الليلة كلنا نقعد مع بعض كده إنه نوري إنه والله آخر نحنا أنجزنا الكورسي ده كيف وحنعمل شنو اللي قدام ومنهم الحاجة يتطوع معانا تمام؟ فدي يعني ذاته النتويرك ده مهم جدا جدا يعني مثلا الخواجات دي ما عندهم واسطة في الشغل لكن عندهم النتويرك دي مهمة جدا يعني أنا مثلا أكون شغال في الشركة الشركة دي فتحت وظائف بمشي بكلم أصحابي بقول لهم أسمعوا قبل ما الشركة دي تعلينا في الحتافة الرسمية بجي بقول لهم أسمعوا والله نحنا عندنا وظائف فتحت جهزوا الـ CV بتاعاتهم والله محتاجين الـ CV تكون كده 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 كويس فهم ما عندهم الواسطة لكن عندهم النتويرك نحنا زاعة واسطة دارين نخلب النتويرك بداعتنا يعني صح مرات يعني مرات الواحد بيسمع حاجات سلبية بيسمع حاجات محبطة لكن الحمد لله رب العالمين الواحد خلاص عنده المضاد بتاع الحاجات يعني زي ما زي ما الواحد يمرت يجي مضاد بتاع حاجات من الله نحنا الحمد لله الحاجات السلبية بيقت بالعكس بذلك دينا دافع إنه الواحد يمشي لقدام يعني تمام فأكيد طبعا إدارة المشاريع عشان نختم لو ما في زول يعني ما عنده سؤال أو تعليق عشان الوقت يتأخر عليكم بزات الناثر في السعودية وفي سودان فالخبرة يعني الواحد سأل في الفيسبوك عن إنه الخبرة الخبرة انت ما محتاجها كثيرة لإدارة في الانتحان بتاع إدارة المشاريع تمام انت لو ما عندك الخبرة بتقرأ بتأجي بتقرأ بتعمل بتقول والله الكورس بتاعيده مثلا كم ساعة او انه والله قريت مثلا في الجامعة تمساعة تمام دي كلها بيحسبها لك ما بيضروري ما بيضروري ما بيضروري يكون عندك خبرة بتاع إدارة مشاريع يعني أنا لك قدامك دلو مشيت انتحانة انتحان البين بي ودرست التورس ما كان عندك خبرة في إدارة مشاريع تمام فما بيضروري تكون تكون عندك خبرة والله يا خنا مثلا اشتغلت في المشروع بتاع المشروع التلان يعني تمام فادي ما بيضروري طيب يا جماعة يعني قبل الختام محمد اسفضل محمد باجمانجس السلام عليكم مع ليش يا دكتور أنا والله صراحة بس دار يعني فعلا الـ PMP يعني أنا الناس في حياة العملية وخبرة العملية يعني كان عندنا خبرة كبيرة حتى في إدارة المشاريع لكن الامتحان أول الفكرة بتاع الفعب بتاع الامتحان ذاته يعني بيختلف يعني بيختلف تماما عن الشوق دوزيز يعني فبدي يعني بركزلك على كل الناس أنا بصحي يزول في أي مجال ياخد الدورة ومتحان الامتحان ذاته دي من الناحية الحاجة التانية الـ PMP هي الـ best practice الـ best practice لأي حاجة يعني في حياتك حتى في شغلك في يعني الحاجة دي بتكون في اللاشعور أو في الـ subconscious mind أنت بتكون بنات بنات الحتة بتاعتينك عندك تدير الحاجة بالشيء كويس يعني يكون عندك أوتوماتيكلي قرار سليم أو بيتولد لك شكل نوع من أنه على الحكمة يعني فأنا بفتكر إنها هي إضافة لأي زول عشان كده أنا بنصح أي زول إنه واصف فيها من جانبنا والله يا دكتور نحنا جاهزين لأي دعم لأي مبادرة وربنا يعني يزيق علينا كله خير اللي إدعمنا هلنا في السودان وده كله في النهاية في ميدان الحسنات يعني ما في شك والدنيا دي هي زي ما أقول هي مشروع ذاته حد ذاته يعني الدنيا هي فترة زمنية يعني مشروع عنده إنشياشن وعنده كلوزين باي زيندي يعني الزول ما لم يقدم فيها حاجة للناس ما بيكون طلع منها بدون يعني القوصة والأبجيكتف بتاع القوصة اللي أرجحة تخلقنا له في الدنيا دي إنه الزول يعمل حاجة للناس يعني يعني إنت ما لم تكون عندك دور إيجابي في حياتك للناس أو للناس حولك أو للناس حولك إنت بتكون طلعت منها يعني تطلع من الدائرة الناس بتاعت السيلفيشنس اللي حتى أوسع شوية فالناس أخونا دكتور ياسين يعني رغم إنه شخص زي ما قوله سو بيزي لكن قدر يستقطع زمن وخدم مطاع كبير جدا من الناس يعني حتى الدورات اللي تقدمت دي يعني استفادوا منها عدات كبيرة جدا من الناس بيصول مباشرة وغير مباشرة فنحنا من جانبنا دكتور جانزين وإن شاء الله ربنا يوفي إن شاء الله بإذن الله كتب خيرة كتير أحمد أستاذ أميرا بسمع عليش دائر منك طلب لو قدرت تعمل إلينا التسجيل إلينا في تعمل العضوية في البيام آي عملت العضوية ولا لسا؟ لسا والله ما عملتا خلاص بس لكن ممكن توصل معاك و يا ريت والله يا ريت لأنه مهمة جدا وسلمه برضو يا ريت تعمل إلينا عضوية في البيام آي أنا عايز واحد من الشباب المعيز والله أحمد الزور الفاضي يعمل لنا جروب في الواتساب يسميه بيام آي سودان شابتر إن شاء الله ده الفريع بتاعنا بتاع السودان عشان أنا أقوم أرس أخطي لكم فيه المراسلات التمت بيني وبينها سالبيام آي وعملوا لنا كوردينيتا يتواصل معانا عشان نعمل الفريع بتاع السودان هم عايزين خمسة وعشرين نفر على الأقل يكون عندهم العضوية بتاعت البيام آي ما بالضرورة يكونوا نجح بالانتحام بس يكون عندهم العضوية بتاعت البيام آي واتواصلوا معانا في الحتة دي يعني تمام؟ أبشر يا دكتور ياسين أنا إن شاء الله بعمل للجروب اليوم وأبشرك في حوالي عشرة وخمستاشر من الشباب وبيام آي وسيرتيفايت كلهم بظيفة معاي مرة واحدة إن شاء الله ودايب إن إحدى السيقة كانت بس تعقيم على الجملة بتاعتك بتاعت السيقة سبحان الله أنا لما امتحنتها وخلصتها بعديها بحوالي عشرة حمستاشر من الشباب فجأة تحمسوا فكنت بستغرب فيهم بقول لهم يا أخوان أنا ما عارف هذه المديح والنبيز إنو أنا نظام أحمد نجح فيها بمقدر ننجح لكن صراحة يتحمسوا بإنو واحدنا الشباب معاهم بنفس اللي في المال واحد معليش يعني إننا السودان دائما الفكرة بتاعت إنو الشهادات والسيرتيفايت أو السيرتيف كادي بتاعت زي ما بقوله ناس جدام الناس الشطار الناس الأوائل الدفعة عرفت علي فسبحان الله لما نجي لك واحد من شبابهم من أصحابهم نفس الدفعة بنقول للناس اللي بلا المتوسط ونجح فيها سبحان الله يتحمسوا وبتاليك في أقل من شهرين حوالي خمستاشر نفر من الناس المقربين يعني كلهم بيم بي سيرتيفايت وأولهم زوجتين معاي في البيت ما شاء الله تبارك الله إنت عارف يا أحمد إنت بالمناسبة إنت أجعلت الحماس بتاع الناس يتمشي تمتحن الناس كانت متخوفة يعني أنا عندي القروبة الأول ما في زول حاول إنه يمشي يمتحن أخوة سينا زعام عامرا بالفاصحة قدامنا دا كانوا خايفين إنه يمشي يمتحنوا ولا مجب أن أقول أنا عندي واحد في قروبة الأول هناك نجح أسأل نتيجة كم يا عامر؟ النتيجة كم؟ خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة أريد خمسة ثلاثة أريد يعني الحد الآن إنتوا مهزومين 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 من بعضهم لكن يهزوني الشباب أسرح جبنا لين نمتزل اللامازية يا دكتور عندنا اللامازية ما تفي لهم أيو أسرح ما تنسى أحمد أنا جبت طعمتكم لأحمد عشان إنت سنجح برضو إنت عارب أنا متذكر كان قلت لك شون يا دكتور؟ قلت لك يا أخي أسمع نحن والله يا أخي لازم تخلط البصل مع بعض يا عفو أن أليم الجماعة كلهم يا نجحنا كم معهم مع ذكرة جبنا لكم أسرح جبنا لكم أحمد والله يقول لك يا دكتور هم إنت بس بتحمس الزول يبدأ الدرب هو لو بدأ الدرب يضغط يعني عباس الزول ما شاء الله أنا حصل بديت معه في التسجيل وحصل ليزر ما قدرت أواصل معه يعني كنت بديت معه قاعدت معه القاعدات الأولى حصل ليزر ما قدرت أواصل معه صراحة لكنه ما شاء الله عليه وضغط وزي ما بقوله زول كان يعني ناوي ودائر الشهادة بس دائر زول قال لي لزه بس عرفت عليه وما شاء الله عليه يعني ربنا يجيه العافية لا ما شاء الله إنت عارف يا أحمد أنا ما شاء الله الجروبين المعايدين كلهم الناس المواصلين كانوا دائرين يمشي له قدام يعني ما في زول جا ضيع لهم صراحة يعني فهذه الله إذن العافية والباقين إن شاء الله والإحنا جاهزين وربنا نجزاك عننا كله خير يا دكتور ياسين ومعرفة الناس دي كلها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا شباب طيب قبل الختام أيزول يا جماعة عندو بيماي عضوية بتاعت البيماي عليكم الله يرسلوا لي في الخاص عشان أحمد حياملين الجروب ونضيفه للجروب حياملين على الأقل 25 نفر يكونوا عندهم العضوية بتاعت البيماي عشان إحنا نقدر نرسل أسواهم لناس لناس باش مهندي سواري تفضل السلام عليكم مراد هانيا بالنسبة للتغاليف والمصاريف فقط الدراسة والشرح والتحان طبعا دكتور أنور قال إنه يعني لو واحد عنده ماير متحن كده قال تكلمني لكن إحنا مرضو عادينا نشارك الموضوع دي مثلا إحنا عادينا نفس القروب نحن مننا إحنا نفس الناس يساعد الناس اللي ما قادرين على كده وغير كلا فتكاليف خفية الكرياتين كون انت عنده كمراجي كاشتراكات كأتفاعك 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 كأتونك لهم الامتحان في سودان فإن شاء الله أحمد لما انت تعمل الغروب أنا حاور لكم كل المراسلات التمت بين يوبيناس البيماي والمراسلات التمت بين يوبيناس بيرسون اللي هما هما بعمل الامتحان على سن يكون عندنا مركز في سودان وأنا عملت محامي مخصوص في سودان عشان يتابع علينا مصلا إجرات بتاعة تسجيل إجرات بتاعة أي حاجة لأنه شرط الناس اللي ما يعايزين شنون لما نيجوا في السودان لما نحن نعمل الفرع الفرع يكون مسجل كمنظمة أجنبية عشان كده أنا عايزيك تكون معانا في الجروب تمام يا شباب تمام جدا والله يا دكر يا سين جدا أي خدمة إن شاء الله بإذن الله طيب يا شباب والله يديكم العافية والله يعني سعيد جدا بكم والله مشتاد لكم إنه نشوف وجوهكم النيرة ونسمع صوابكم وسعيد جدا بالناس الشارفوا معانا في الفيسبوك ومساهرين معانا لحد الآن أي زول عنده سؤال يا جماعة عنده إي حاجة يتواصل معاي في الفيسبوك أنا ما عندي أي مشكلة برود يعني ما قاعد أطنيش إلا أقول بعيد من التلفون يعني لو في زول ما رديد عليه ما معناي أنا ما عايز أرود عليه يعني تمام شكرا جزيلا يا شباب كالترخيكم جديد جزيلا شكرا ليهم كثيرا وألف مبروك للشباب النجحوا وأنا متأكد إن شاء الله يعني بالحيوية بتاعتكم دي إن شاء الله إحنا حنعمل فرع بتاعديه معاي في السودان ويكون أول فرع يدعمل في السودان بيسمكم إنتو وبيسم المبادرة يلا يا شباب سلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم والله بركاته السلام عليكم السلام تصبع على خير كلكم في الموضوع في الموضوع بتاع البيماج بإذن الله يديكم العافية كترخيركم كثير وشكرا لي شوامل معانا في الفيسد أي سؤال أي مداخلة مرحبكم تعالوا لي في الأطباء في العام أو في الخاص أو تعالوا لي بيت دريب مرحبكم باب البيت مفتوح إن شاء الله يسلموا كثير يديكم العافية سلام عليكم سلام عليكم الله يسلمكم يا دكتور ما عليش يا هيدر ما عليش وجعنيه وسط عشان وقف وقف اللايك في الفيسد شكرا